عمر الحقني فيه ناس قاعدين يطاردونني كانوا يبغون يقتلوني إلا ألاحظ سيارتي يا جماعة الخير يوم قربنا من عندها إلا مطلوق عليها رصاص رشاش السلام عليكم سأل خير يا جماعة الخير كيف حالكم طيبين إن شاء الله الله يسعدكم سعادة ما بعدها سعادة والله العظيم أن هذا الكلام قاعد أقوله من كل قلبي يا أخي أنت اللي قاعد تشوفني الآن يا أخي الله يسخر لك ملائكتاً في السماء وجنوداً في الأرض ويا الله يا رب القلوب القاسية والعباد العاصية والجبال الراسية إنه يسخر لك السماء وما فيها والأرض وما عليها يا أخي شكراً لكم على الدعم اللي قاعدين تقدمونا وشكراً على الكلام الإيجابي سواء هنا في اليوتيوب أو في سناب شات أو في الإنستجرام الله يسعدكم يا رب اليوم يا جماعة الخير عندنا قصة القصة هذه من القصص اللي أنا أحب أرويها وإذا قلت لك هذه الكلمة أن القصة هذه من أحد القصص اللي أنا أحب أرويها صدقني أن هذه القصة رح توديك إلى عالم ثاني بإذن الله قصة اليوم قصة من الرتم الثقيل قصة عادي في يوم من الأيام تشوفها في أحد الأفلام ولكن قبل ما نبدأ في مقطع اليوم لا تنسى تضغط على اللايك وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات ويلا خلنبدأ مثل ما أنتم عارفين يا جماعة الخير القصص تحكينا أشياء صارت في الماضي عشان نحذر منها في المستقبل القصص عالم جميل في هذا الكون قصة اليوم يا جماعة الخير ترجع للشخص اسمه عمر خلوني أعطيكم شوي من تفاصيل حياة عمر وعائلته يقول عمر يا جماعة الخير عائلتنا مكونة من أب وأم وولدين والولدين هذولي توأم أنا يا عمر رجل كبير في البيت وأخوي اللي أصغر مني بخمس دقايق اللي هو يا جماعة الخير سالم وبدت معانا هذه القصة من مرحلة المتوسطة يقول احنا اثنين توأم عمر وسالم أنا يا عمر الشخص الكبير اللي أكبر من سالم بخمس دقايق ولكن دايما نمزح في البيت تراني أنا أكبر منك احترمني ومفروض تحب على راسي والمزح بيني وبين أخوي دايما يدوم وسبحان الله ربي ما رزقنا أي شخص ثاني في العائلة نهائيا يقول عمر في يوم الأيام في صف الثاني متوسط يقول جاني أخوي سالم اللي أصغر مني قال لي عمر تكفى أني طالبك قلت له وش بغيت فيك شيء عسى ماشر قال تكفى يا عمر أني طالبك عندي اختبار قياس مستوى الذكاء والاختبار هذا لو أنا نجحت فيه وجبت نسبة عالية راح يحذفون لسنة دراسية تكفى يا عمر أني طالبك تختبر عني بما أنك يعني أذكى مني شوي وصدق يا جماعة الخير من ناحية الذكاء دايما أسمع المدرسين يشدون فيني ويقولون ما شاء الله عليك يا عمر تختلف عن أخوك شوي ألمهم يا جماعة الخير قلت له خلاص بشر وما يصير خاطر كله طيب بس متى وقت الاختبار قال لي وقت الاختبار راح يكون الساعة 4 العصر في مبنى الوزارة تكفى أني طالبك يا عمر أنك تروح تختبر عني قلت له خلاص زين طبعا يا جماعة الخير مثل ما أنتوا عارفين التوأم فيه توأم يكون فيه بينهم اختلاف بسيط وفيه توأم دايما يكونون طبق الأصل من شكل من عين من صوت وبرضه من الخط نفسه تحسوا أنهم يا شيخ نسخة واحدة الموم يا جماعة الخير جاء اليوم الموعود الساعة 4 العصر يوم الأربعاء اختبار أخوي سالم اللي راح أنا أختبر عنه والي راح يحددون فيه هل هو راح يجتاز سنة زيادة أو لا يقول عمر والله صدق وجهزت لذاك الاختبار وقريت بعض التسريبات المخصصة له وصدق يا جماعة خير رحت عند البوابة طلبوا مني اللي هي الهوية الخاصة فيني اللي يكون فيها صورتي ويكون فيها برضو اسمي الموم يا جماعة خير صدق دخلت واختبارت بدال أخوي سالم والله تجيني الورقة واتكي عليها وحلها حرفيا بنسبة 70 أو 80 بالمئة والشي اللي ما أعرفه أكتب أي حل لها وطبعا تطلع النتيجة بعد 7 أيام من خروجي من ذاك الاختبار ومرت الأيام يا جماعة الخير وجاء يوم النتيجة اليوم اللي راح نعرف فيه هل أخوي سالم راح يجتاز السنة أو لا وصدق يا جماعة الخير سالم أخوي يجتاز السنة هذه ولكن كنت أنا له يد العون في هذا الموضوع طبعا سالم الآن تعداني بسنة وأنا صرت أقل منه سنة مع العلم أني أنا كنت أكبر منه ونعرض عليه هذا الموضوع وجاء بعض الأساتذة وكلموني قالوا لي يا عمر بما أنك ذكي ليه ما تختبر وتتعدى سنة وأنا رفضت هذا الموضوع بالكامل قلت له خلني أدرس مع أخوياي ويصير لي يصير وصدق يا جماعة الخير سالم أخوي يا جماعة الخير السنة الجاية راح يودونا أولى ثانوي وأنا راح أدرس صف الثالث متوسط مرت هذه السنة بسلام وأنا كونت علاقات مختلفين عن علاقات أخوي أخوي راح مع أخوياي حقيني الثانوي وأنا صرت مع أخوياي حقيني المتوسط وكلنا في مدرسة مختلفة المهم يقول عمر مرت الأيام ومعها مرت السنين وصلتي جماعة الخير لصف الثاني ثانوي والحمد لله إن كان معدلي عالي مرة وأخوي سالم وصل يا جماعة الخير لصف الثالث ثانوي المهم يقول عمر يا جماعة الخير في يوم من الأيام وإحنا في مرحلة الثانوية أخوي سالم مثل ما قلت لكم كون صحبة خاصين فيه وأنا صارولي أخوي مختلفين عنه بذلك اليوم كنا موجودين داخل بيتنا كان سين أنا وأخوي وأمي وأبوي قاعدين نتعشها كذا وإحنا في نص العشاء إلا جرس البيت يا جماعة الخير يرن وفي واحد قاعد يرن كذا بأسلوب مزعج يقول عمر كالمعتاد قمت أنا يا جماعة الخير أبغى أفتح الباب تحت الباب إلا حصلت قدامي يا جماعة الخير العسكري من رجال الشرطة قال لي السلام عليكم قلت له عليكم السلام نعم تفضل وصاير قال هذا بيت الفلان الفلاني قلت له إيه نعم إلا العسكري هذا وراه واحد قال إيه أتوقع أنه هذا جبه جبه إلا العسكري يمسك يدي قال تعال قلت له ليه وش فيه وصاير واخر يدك قال تعال راح بس نسوي معك تحقيقات بسيطة وبعدها راح نرجعك لبيتكم قلت له تحقيقات بخصوص وش قال لي كل شي راح تعرفه في القسم قلت له لحظات طيب خلك هنا خلني أجيب أبوي وأجي قال لي خلاص ادخلوا تعال صدق إجماعة الخير وأدخل لينا أبوي وأقول لسالفا فيه الشرطة واقفين عند الباب وقال لولي تعال معنا نبغى نسوي معك تحقيقات بسيطة قال لي أمي قالت بسم الله وش عنده ومصاير واخوي سالم كذا قاعد يناظر فيني المنطلعنا إحنا الثنين التوأم مع أبوي عند الباب وشافنا إجماعة الخير العسكري حق الشرطة أول ما شافنا أنصدم قال سبحان الله ثنينكم طبق الأصل ولكن أبغى أستفسر قال من الشخص اللي مر مع الطريق المظلم اللي في نهاية الحارة يقول عمر أنا قلت له مباشرة متى مرينا وفي أي وقت وفي أي يوم قال لنا قبل أمس الساعة ثمانية الليل واحد منكم مر مع الطريق المظلم اللي في نهاية الحارة شوي للعسكري يقول يا جماعة خير ولا كلكم تعالوا معنا القسم ونتأكد كل شيء داخل القسم قال لهم أبوي خلاص أنا راح أجيبهم للقسم أنت روحوا وأنا بلحقهم قال ترى الموضوع مهم ونحتاجهم الثنين ذولي لأن أي واحد منهم ممكن يقدم لنا فائدة في التحقيق قال لها أبوي أبشر ولا تشيلهم صدق جماعة الخير مشى العسكري ودخل أبوي يكلم أمي وطلع مباشرة وركبنا السيارة اللي أبوي يسألني قال لي عمر أنت مريت مع الطريق المظلم؟ قلت له لا بعدين سأل أخوي الصغير اللي هو سالم قال لها سالم أنت مريت مع الطريق المظلم واللي واضح يا جماعة الخير إن فيه سالفة مسويها سالم ولا ندري عنها سالم بان عليه الارتباكة جماعة الخير بشكل مبالغ فيه وصار يتأتئ في الكلام ويقطع فيه قل له أبوي ينفخ عليه مرة ثانية يا سالم أنت مريت مع الطريق المظلم ولا لا؟ شوي إلا سالم قال إيه يا يبه قال طيب وش سالفة الطريق المظلم؟ قال يبه أنا مريت مع الطريق المظلم هذاك وحصلت شخص ميت جوه سيارته وتارك باب سيارته مفتوح والله يا يبه أني مال يدخل تكفى يا يبه لا توديني للشرطة والله ما عد راح أعرف أتكلم معهم إلا أبوي يناظر فيني قال لي عمر اسمع زين تكلم بدال أخوك وخلك أنت لي في الموقف قلت له يبه كيف أنا أتكلم في الموقف وأنا ما أدري عن أي شيء قال الآن راح يعلمك أخوك سالم كل شيء وتكلم عنه لأن أخوك سالم أتوقع أنه بيجيب العيد قلت له سالم علمني وصار صار سالم يا جماعة الخير يشرح لي كل شيء حرفيا بالتفصيل الممل قلت له يبه ما ينفع قلت له ود سالم المكان اللي موجود في آخر الحارة وخلني سوي هذا الشيء كله قبل ما نروح للشرطة وأبغاه يمشي معي يعلمني ويسوه بالضبط صديقة جماعة الخير اللي أبوي ودانا عند الطريق المظلم الموجود على آخر الحارة ونزلت أنا وأخوي سالم قلت له سالم علمني وشفت ويسويت وش كانت ردت فعلك صديقة جماعة الخير صار سالم يشرح لي الأشياء اللي سواها يقول قال لي أني مشيت من هنا وبعده طليت في السيارة نوعا من الفضول بعده يوم شفت الرجال منسدح ناديته ولكن ما رد عليه ونحشت فعرفت أنه ميت جت له خلاص زين يلا يبه ودنا قسم الشرطة صديقة جماعة الخير خذانا أبوي ودانا لين قسم الشرطة وننزل عنده الضابط قال لي الضابط يقول مني الشخص اللي مر في آخر الحارة ورفعت أنا يدي قلت لأنا يا حضرة الضابط يلعلمنا وش صار بالضبط قلت له كانت الساعة ما يقارب 57 دقيقة وكنت طالع من بيت أحد أخوياي اللي موجودين هناك وصرت أشرحنا يا جماعة خير السيناريو اللي قال لي يا أخوي سالم وقلت لأني مريت من عند السيارة وحصلت شخص بنسدح داخل السيارة وفاتح الباب وكان المكان كله مظلم في ناديتها كذا مرة ولكن ما رد عليه فيقنت أنه ميت ونحشت قال لي طيب بما أنك أكدت الشيء هذا هل أحطت شيء غريب في الحارة أو في ذاك الوقت لاحط كذا شيء غريب شخص ينحاش أو تحرك غريب صار في الحارة نفسها أول ما قال كذا الضابط أنا الصدق وقف عقلي شوي قلت مو أنا اللي عشت الموقف وأخوي سالم اللي عاش هذا الموقف كله أنا بس وقفت ارتجالا طوعا لكلام أبوي قلت لأ والله يا حضرة الضابط ما كنت مركز وكنت خايف الصدق ما أتوقع أني انتبهت لأي شيء وانت عرف الشخص الخايف بعض الأحيان يظن أشياء والأشياء هذه تكون خطأ ولكن يا حضرة الضابط عندك صورة لشكل الرجال اللي كان داخل السيارة قال لي أنت ما شفتها زين قلت لأ أنا شفتها ولكن كان ذاك الشارع ظلام ولا انتبهت لأي يعني بالقدر اللازم إلا الضابط يوريني يا جماعة الخير صورة الرجال اللي كان ميت جوه السيارة سألت الضابط قلت لأ طيب طيب يا حضرة الضابط وش أسباب موته عشان ممكن من أسباب موته أعرف تحركات بسيطة صارت في الحارة قال لحد الآن قاعدين يحللون وش الأسلوب اللي مات فيه والدكاتران قسمه على نوعين قسم يقول سكتة قلبية وقسم يقولون أصبروا نبغى نحلل في موضوع أكثر وأكثر قلت لأ والله حضرة الضابط ما نذكر شيء ولكن إذا ذكرت أي شيء رح أبلغكم قال خلاص زين خذ هذا رقمي وكتب رقمه جماعة الخير على ورقة صفرة كانت موجودة على مكتبة وعطاها أبوي قال لو لا حطوا أي شيء تصوا علي مباشرة صدق جماعة الخير ورجعنا لبيتنا وبيني وبينكم ودي أعرف ويش سبب موت الرجال هذا والشي اللي خلاه يفقد حياته بالشكل هذا برضه والصدق موضوعي جماعة الخير الشخص اللي مات حرفيا جذبني وأبغى أعرف ويش سبب موته وبيني بينكم هذه أول مرة أدخل قسم شرطة وأشوف محقق وأشوف ضابط وحسيت في ذاك الوقت أني ودي أقدم شيء لهم يقول رحضرت في الحارة وقعدت تناظري ميني سار والصدق ما لاحظت شيء غريب فكلمت سالم أخوي فقلت لي يا سالم هل تتذكر شيء شفت شيء ذاك اليوم علمني يا أخي لأن السيارة ما هي موجودة الآن قال لي اسمع يا عمر اللي أتذكر يا عمر أن السيارة كانت واقفة علي سار والصدق دام كان لازق في الجدار وكأن السيارة مو قابلة للحركة لأنها صدمة في الجدار صدمة بسيطة قلت له وش بعد ما لاحظت شيء جوه السيارة يا لجوه السيارة والله ما أتذكر يا عمر ولكن دقيقة خلني أحاول أسترجع الذاكرة شوي قل لي شوي لحظات سالم أخوي يقول لي اسمع عمر يا أخي أنا بقول شيء بس ما أدري هو له دخل ولا ما لدخل قلت له وشه وقل قال لا حظتها أن الرجال كان حط يده على المرتبة العليمين وماسك عليها بقوة قلت له طيب وش بعد قالوا كان على الوطاية اللي تحت على أن المكان كان مظلم كان فيه حلاو منثور تحت قلت له حلاو وش نوعه وش بالضبط يعني وش بالضبط نوعه هذا الحلاو قال حلاو صغير كذا مغلف بأكياس شفافة يقول عمر جاف بالي قلت له الحين حلاو مكيس غراك شفافة وبرضه يقول سالم أنه كان يلمع تحت عشان كذا انتباه له وكان يده على المرتبة وضغط عليها بقوة قلت ما لي لا أتصل المحقق وأسأل هل حصلوا الحلاو هذا داخل السيارة أو لا يقول عمر صدق وارجع البيت وأقول لأبوي يبه أتصل على المحقق أبغى كلمة شوي صدق أبوي يأخذ الجوال طيطي طيطي طيط ويتصل على المحقق سلام عليكم عليكم السلام أنا الشخص اللي كنت موجود عندكم قبله شوي بخصوص التحقيق قال لي أيوه حصلت شي قلت لي شوف أنا اللي ذكره أن الرجال كان حاط يده على المرتبة وماسكها بقوة وكان موجود تحت علو الطاية حق السيارة نفس الحلاو المغلف قال لي نعم هذه الأشياء حصلناها يتطيب هل حللته الحلاو ممكن فيه شي ممكن فيه سم داخله قال لي المحقق اي نعم حللنا الحلاو ولكن ما فيه أي شي قلت لي أجل ما فيه أي شي يذكره قلت لي خلاص أتوقع عن كلام الدكاترة بالحالة الأولى أنه سليم قلت لي ليه وش كلام الدكاترة قال لي أن الدكاترة يقولون إن سبب موته أن الرجال كان عنده انخفاض بالسكر حاد بعد ما انخفض السكر بشكل كبير وصل لمرحلة التشنوجات وتوقع أن يوم كانت يده على المرتبة كان يبحث عن أي حلاو بس يحطه فيه ذمه عشان ينخفض مستوى الإنسلين عنده داخل الدم بعد ما ينخفض مستوى الإنسلين عنده يرتفع السكر ويستعيد وعية فأتوقع أنه جلس على هذه الحالة فترة طويلة وهو منغمي عليه وكان واصل لآخر مراحل انخفاض السكر يقول عمر بعد ما سمعت المحقق بشكل كبير كلام حرفيا لا يعلى عليه يحسست صدق أن الرجال هذا مات بالأسلوب هذا قترة طيب بما أن هذا التحليل الأول وتوقع أن هذا التحليل الواقعي في ليه متصل علينا يعني اللي يقول لي المحقق اسمعي عمر لازم أتأكد من أي شيء صار في حالة الجريمة فأنا كنت أعتقد أن القاتل قتل الرجال هذا وحطه في السيارة وطلب منك أنك تجي تشوف هل هو ميت أو لا عشان كذا أنا سألتك أنت من وين جيت ممكن فيه شخص وصاك قال روح من ناك فيه شخص نادى لي أو زي كذا ولكن اللي يتبين لي أن الرجال هذا مات حرفيا بسبب انخفاض السكر الحال وننتظر أصلا تقارير المستشفى تجي بشكل كامل وبعدها راح نأكد هذا كله يقول عمر بعد الموقف هذا والله العظيم أنه صابني شيء غريب حسيت جماعة خير أني شغلة المحقق شغلة مرة قوية ومرة خطيرة لدرجة صرت مهووس في أفلام التحقيق لأن صدق الإنسان في أول حدث يتعرض له دائما يكون داخل في هذه الموجة ويبحث عنها المهم يجمعة خير تخرجت من المرحلة الثانوية بامتياز وبرضو فيه أشياء ما ذكرتها لكم أني كنت أشارك مع الموهوبين الموجودين داخل المدرسة وبعدها يجمعة خير حددت تخصصي ودخلتي لمجال القانون وأخوي سالم يجمعة الخير دخل تخصص المحاسبة طبعا سالم أخوي يجمعة خير متعديني بسنة دراسية المهم يجمعة الخير مثل ما أنتم عارفين قلت لكم في البداية إن سالم متعدي عمر بسنة بسبب الاختبار اللي اختبر عنه عمر يقول عمر سالم أخوي تخرجي جماعة الخير بتخصص المحاسبة وأنا تخرجتي جماعة الخير بتخصص القانون بعد ما تخرجتي جماعة الخير جلس سنة وأنا قاعد أقدم ولا حدقبلني نهائيا عرضوا علي أني أشتغل في أحد المكاتب المخصصة المحامين وأني أشتغل في البداية بالمجان بدون ما يدفعوا لي أي راتب بس أكسب يا جماعة الخير اللي هي خبرة العمل يقول عمر صدق وروحت اشتغلت في أحد المكاتب المخصصة المحامة المدة يا جماعة الخير تزيد عن الست شهور وأخوي سالم توظف في أحد الشركات التجارية كمحاسب جواها وبيني وبينكم ما رضيت عن نفسي فقلت لازم أكمل دراستي وآخذ يا جماعة الخير اللي هي شهادة الماستر رحت بلغت أبوي بهذا الموضوع وأبوي حرفيا أعجب بهذه الفكرة وقلت لني أبغى أطلع برة يا عبا ودي أدرس ماستر وصدق ودي أتخص صيبة في قسم التحقيقات قال لي أبد سوي اللي تبغى يا ولدي وأنا معاك أبوي في البداية ما قصر معي ودعمني وصدق جماعة الخير أبوي ما قصر معي المهم يقول عمر رح تقدمت على أحد الجامعات اللي موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية بعد ما تقدم جماعة الخير يعطونك ورقة اللي يسمونها الـ I-20 اللي هي المخصصة للقبول افتاخذ هذه الورقة وتتوجه للسفارة عشان يسوون معاك مقابلة بس شخصية بسيطة يتأكدون منك وبرضو تكون مزود فيها كل معلوماتك حسباتك التواصل الاجتماعي اسمك لك ناس تعرفهم هناك المنطقة اللي بتسكن فيها كل شي يا جماعة الخير سجلت عند السفارة قالوا لي خلاص بإذن الله سبوع وسبوعين وراح توصلك الفيزا حرفيا لين باب بيتك وصدق جماعة الخير بعد سبوعين جتني الفيزا الأمريكية واستلمتها بعد توجهت المطار ونزلت في أحد الولايات اللي موجودة في أمريكا وطبعا التخصص اللي راح أدرسه اللي هو تخصص التحقيق والأدلة الجنائية مرت الأيام بسرعة وخلصت الشهادة هذه وخذت ماستر بالتخصص هذا طبعا هناك عندهم شي يسمونها اللي هي رخصة التحقيق هذه الرخصة تقدم عليها ويختبرونك كذا اختبار بعد ما تنجح فيها يسلمونك الرخصة هذه وصدق جماعة الخير درست هذه الرخصة والحمد الله اني حصلت عليها قلت في نفسي بما اني حصلت على الرخصة وأموري زينة لما أشتغل هناك ما يقارب سنة أو سنتين بعد أرجع للدولة اللي أنا أعيش فيها وصدق يقول عمر اشتغلت هناك ما يقارب سنتين في أحد المكاتب المخصصة للتحقيق يقول مرت علي قضايا واجد لا تعد ولا تحصى ومنها قضايا جنائية ومنها برضو قضايا سرقات تعرفون أنواع المشاكل اللي تصير هناك يقول بعد ما كملت السنتين هناك ارجعت جماعة الخير للدولة اللي أنا ساكن فيها وصرت وأنا جالس في البيت قاعد أقدم على الوظائف في كل مكان وبرضو حصلت أخوي سالم شاري سيارة يا جماعة الخير يروح فيها للعمل ويرجع قلت لي يا سالم أبغى استخدم السيارة معاك نصير الروح إحنا اثنين بسيارة تكون استخدمها داخل البيت لين ربي يرزقني بوظيفة واشتري لي سيارة صدق ما قصر سالم قام عطاني النسخة الثانية من المفتاح وقال لي يا عمر استخدمها في الوقت اللي أنت تبغاه ومن ذيك اللحظة مرت ثلاث شهور وأنا قاعد أقدم على الوظائف يمين ويسار وفي يوم من الأيام على الساعة كذا تسع الصبح إلا جاني اتصال من شخص غريب سلام عليكم عليكم السلام عمر فلان فلاني قلت نعم يا مرحبا ومسهلة قال عندك مقابلة ووظيفية في قسم التحقيقات اللي موجود عندنا ولكن ترى ما رح تكون عسكري رح تتوظف معنا باللبس العادي حقك وما رح تأخذ الميزة المخصصة للعسكر قلت لهم خلاص ما في مشكلة أهم شي يا رجال أشتغل عندكم أهم شي اني أحصل وظيفة بس توظفها يقول عمر صرت أشتغل معهم ما يقارب أربع وخمس شهور في اللحظة هذه قلت لسالم أخوي أنا والله ودي أشتريلي سيارة وخلاص خل سيارة تكلك عشان ما أعطلك في الروحة لدوامك والرجعة لم بعض رحيان أنا أخذها ويمرها خوية وحسيت اني قاعد أقروشها ولكن سالم أخوي وش قال لي قال لي يا عمر صبر شوي لا تشتري سيارة الآن لأن خوي ساكن قريب من عندي وأقدر أروح معاه وأرجع قلت لهم عليش يا سالم أنا والله ودي يكون عندي سيارة خاصة فيني ولا لأحد دخل فيها وانت لك سيارتك وانا لي سيارت قال لي أخوي بكيفك المهم يا جماعة الخير شريت أحد السيارات وما كانت سيارة جديدة كانت السيارة قديمة ولكن تمشي الحال وستمريت يا جماعة الخير أشتغل في مجال التحقيق لما مرت سنة وثلاثة شهور وأنا داخل هذا القسم المهم يا جماعة الخير في يوم من الأيام سالم تعطلت السيارة اللي معاه قال لي عمر تقدر تعطيني سيارتك ودي أطلع تمشى وانصدري ضايق شوي قلت لابد ما عندك مشكلة خذ هذا مفتاح سيارتي رح غير جو وسع صدرك وإذا خلصت قل لي المهم خذ المفتاح مني يا جماعة الخير وطلع بالسيارة وأنا جالس في البيت مع أمي وأبوي قاعدين نسولف بعد ما مر ممكن ما يقارب ساعة ونص إلى ساعتين إلا يجيني اتصال من أخوي سالم والاتصال هذاك كان أغرب اتصال مر عليه في حياتي ورد على الجوال قتلها لسالم إلا يقول لي سالم عمر الحقني في ناس قاعدين يطاردونني كانوا يبغون يقتلوني وأنا الآن موجود على الطريق العام اللي يودي للمدينة الثانية وما لي خطأ إلا أدخل فيهم بر يقول عمر قل سالم أنت وينك فيه بالضبط حطني أقرب شي لك ومن هذول اللي يلحقونك إلا يقول لي ما أعرفهم وما في شي قريب من عندي لحظات جماعة الخير إلا صار صوت سالم يقطع وكانت تطلع كلمات متقطعة ما أدري وش قاعد يقول فيها منها سمعت إنه قاعد يقول ثلاثة وسمعت إن الشبكة راح تقطع وسمعت جماعة الخير يعني كذا مع تقطيع الصوت يقول صفرة صفرة يقول وش قاعد يقول لحظات يا جماعة الخير إلا أسمع الصوت المشهور إذن قطعت الشبكة يقولوا فصل الخط في وجهي وقمت أنا مباشرة من قدام أمي وأبوي قالوا لي سالموا ش فيه يقول لهم ما في إلا العافية شوي وبجيكم يقول عمر طلعت على طول من البيت وتوجهت لقسم الشرطة طبعا لازم أي بلاغ على طول أتوجه لقسم الشرطة أرفع لهم البلاغ وادخذك اليوم في قسم الشرطة وأقابل الضابط اللي موجود جوه قسم الشرطة سلام عليكم معاك المحقق عمر من القسم المخصص للتحقيقات أخوي اتصل علي قبل شوي وقال لي إنه موجود على الطريق هذا وإنه راح يطلع بر ولكن صوتها قطع وما أدري وش قال بعدها أبغاكم الآن تطلعون تبحثون عنه شوي للعسكر يسألني قال لي أخوك ما تتصل عليك قلت له أربعين دقيقة لحد الآن يعني على الساعة تسع ونص تسع ونص تتصل عليك صديق جماعة الخير للضابط يرفع جهاز الندو ويطلب جميع الفرق اللي موجودين في المكان قال أطلعوا للمنطقة هذيك وابحثوا عن سيارة راح أرسلكم تفاصيلها الآن بعدين قال لي الضابط أعطني تفاصيل السيارة اللي طلع فيها أخوك وأزودها يا جماعة الخير بكامل التفاصيل وقلت له أني راح الحقكم الآن بسيارة الوالد ورح حاول أبحث مع أخوي معكم قال خلاص والحقكم لين المنطقة هناك وصديق يا جماعة الخير اتصلت على أبوي استأذنت منها قلت لسيارتك بس تخدمها زيادة وبيتأخر أبو ساعة ساعتين وبرجح قال لي أخوك وش فيه صاير لشي قلت لأيبو ما في إلا العافية بعلمك كل شي بعدين واطلع يا جماعة الخير للمنطقة اللي كان محددها أخوي سالم لي طبعا كان تحديدها مو تحديد دقيق ولكن أبغى أعرف وش الكلمات المتقطعة اللي قالها أصفر والشبكة راح تقطع يعني كلمات مفتاحية كثيرة واطلع معاهم لين ذيك المنطقة وصدق إلا صدق أحصل الجهات المعنية موجودة هناك وتصير تبحث في ذيك المنطقة بالكامل يبحثون يمين يبحثون يسار الموم صاروا يبحثون يجماعة الخير يمين ويسار وأنا بيني وبينكم قاعد أبحث معهم لين وصلت المنطقة والمنطقة هذه مستحيل أمشي فيها بسيارة أبوي وقلت بخلي باقي العمل كله على الشرطة وأنتظر ردهم لي بخصوص الموضوع هذا انتظرتي جماعة الخير بما يقارب الساعة ونص لحظات اللي يجيني ضابط الشرطة يوقف سيارته جنبي قال لي عمر مسحنا المنطقة بالكامل ولا لقينا أي شيء ما أدري هل المكان اللي انت حددت لنا أو حدد أخوك وهو نفسه قلت لي حضرة الضابط أكيد هذا المكان نفسه ولكن ما أدري المنطقة هذه منطقة برية فيحتاج أن الروح يمين ويسار ونبحث عنه بشكل أكبر كان لي اسمح الآن ما رح يطلع معنا شيء بكرة الصبح بإذن الله رح نشكل لجنة ثانية يطلعون للمكان يبحثون عن أخوك وبإذن الله أنهم رح يحصلونه وبرضه انت اسأل أهل البيت إذا أخوك وصل أو لا يتلى بإذن الله على خير وصدقة جماعة الخير طلعت من المنطقة البرية هذه ورجعت بيتنا وأنا قاعد أفكر في أخوي وفي الكلمات اللي قالها يوم كان الاتصال يقطع اللي هي قال ثلاثة وقال أصفر وبرضه قال شبكة الاتصال رح تقطع والأشياء هذه توحي لي إن فيه شيء صاير المهم رجعت البيت وريحت شوي قلت على الساعة خمس الفجر بطلع القسم الشرطة أشوف أهم اتجهزوا أو لا وصدقة جماعة الخير وأخذ سيارة أبوي وأتوجه القسم الشرطة إلا أقابل الضابط قدامي الله يجزاه خير دابلني قال لي عمر الموضوع بيطلع من يدي من بكرة قلت لليه قال لي لأن الموضوع رح يمسك ضابط ثاني غيري وأنا عندي أمور بمسكها ولكن شف هذاك هو الضابط اسمه الضابط خالد بإذن الله ما رح يقصر معه قلت لأ خلاص زين صدقة جماعة الخير توجهوا الشرطة لين المكان اللي رحنا له أمس ولكن مثل ما انتوا عارفين في النهار تكون الرؤية أوضح وأحسن قلت للموم ركبت معهم في السيارة وصرنا نمسح ذاك المكان مسح كامل وبيني وبينكم أمس يوم جينا الليل جرات السيارات اكثرت في المكان وش هي الجرات يا وسامة اللي هي مشيت الكفر نفسها على نفس الرمل لو إحنا ما مرينا على ذيك المنطقة في الليل رح تبام معنا جرات كفر أخوي ونعرف وين المنطقة اللي راح لها قلت للموم يقول عمر صرنا نبحث إلى جماعة الخير ما يقارب خمس ساعات وقاعدين نبحث عن أخوي سالم بشتى أنواع الطرق يوم جاء الوقت على الساعة ثلاثة العصر أربع اللي يقول لي يا جماعة خير الضابط قال لي اسمع أنا طلبت هاليكوبتر راح يجون يمسحون المكان اللي موجود هنا بإذن الله أنهم يحصلون أخوك وقالوا لي بكرة الساعة سبع الصبح راح يمسحون المنطقة البرية ذي بالكامل وبإذن الله أنهم يلقونها وخلاص يا عمر بكرة أبغاك تروح الصبح عند الضابط خالد وتعلم أني أنا بلغتك بخصوص الهاليكوبتر اللي راح تمسح المكان البري هذا بالكامل يقول عمر زين زين الموم رجعت يا جماعة الخير للبيت وأنا فاقد الأمل وبيني وبينكم الحزن بدأ يخيم على قلبي وبديت أحس بتفكيرات سلبية باتجاه أخوي والتفكير كان دايما يقول لي أن أخوك سالم مات وأنا ما استسلمت نهائيا وصديق يا جماعة الخير في اليوم الثاني رحت لمركز الشرطة مرة ثانية السلام عليكم ضابط خالد كيف حالك طيب إن شاء الله أنا أكلمني أمس الضابط وقال إن فيها الليكوبتر راح تجي الصبح إلا شوي يقول لي الضابط خالد إيه إيه كلمتهم ولكن قالوا ما يقدرون يجونوا اليوم كيف ما يقدرون واخوي وش يسوي معه ولازم نلقاه في أقرب وقت ممكن سيارتها عالقة في مكان وما في شي حرفيا يشربه وممكن يموت من العطش أو ممكن في أحد ذاب حوراميه في المكان ذاك يقول أنا قاعد أقول كلام ذا فيه كلام أنا ما بغى أقوله اللي هو يا جماعة الخير إني ما بغى أقول له إن أخوي ممكن برضو ميت في ذيك المنطقة وفي أحد معترضه لأن قلبي بيوجعني إذا سمعت هذا الكلام من ذمي المهم بعد ما قالي في ضابط خالد الكلام هذا قلت له خلاص تكفى حاول معهم عشان نطلع نمسع ذيك المنطقة لو على الظهر ما عندي أي مشكلة قال لي بإذن الله أنا راح تواصل معك وأطلع يا جماعة الخير من قسم الشرطة وأنا قاعد أفكر في أخوي سالم تفكير عميق وكيف إني أحصله وكيف إني ألقاه فطرع على بالي فكرة أذكر واحد من أخوي يحب التصوير وكانت عنده يا جماعة الخير الكاميرا الدرون عرفتوها للطير قلت ما لي إلا أستخدمها بخصوص هذا الموضوع وأصير أبحث عن أخوي فيها والله وارفع الجوال وطيت طيت 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 وأتصل على أخوي السلام عليكم كيف حالك يا فلان طيب إن شاء الله أبنشدك عندك الكاميرا الدرون لحد الآن أو لا قال لي إيه موجودة وش بغيت فيها قلت لأبغاك الله يسلم تطلع معاي أبغى أبحث عن أخوي في أحد المناطق البرية قال لي خلاص موعدنا بكرة بإذن الله والأفضل إنه يكون الجو نهار مرة وأبغاه على الساعة خمس الفجر لأن حرارة الشمس ممكن تأثر على بطارية الكاميرا وتسجيلها للمنطقة الموجودة قلت لأ أبت خلاص بكرة يعني بكرة وصديقة جماعة الخير بكرة في اليوم الثاني مريت الرجال وقال لي أمش أنا معاي سيارة مخصصة للبر أفضل من السيارة اللي معاك حقة أبوك وبنروح نبحث عن أخوك سالم في ذيك المنطقة قلت لأ أبت تمام والله وقف سيارتي وطف فيها واركب معاه وحنا على الطريق قاعد يسألني يقول لي عمر وصار وكيف صار وأخوك يعني وش موضوعه هل أخوك بينه وبين أحد عدواته أو لا قلت لأ هذه الأشياء الحد الآن مدري عنها ولكن الآن أبغى تأكد هل أخوي حي ولا ميت قال لي بإذن الله بنحصله وقال لي ترى الكاميرا حقتي الدرون تصويرها 4K ودقتها عالية برضو توصل مناطق بعيدة لا تشيلهم قلت لأ بإذن الله وصدق يا جماعة الخير لحظات اللي احنا واقفين عند المنطقة اللي كنا نبحث فيها وشغل الرجال كاميراة الدرون ويصير يمسح في المكان مرة نطلع يمين ومرة نطلع يصار صرنا نبحث بشكل دقيق مرة ولكن يا جماعة الخير ما حصلنا أي أثر لسيارتي اللي عطيتها أخوي سالم ولا أخوي سالم داخل هذه المنطقة الصدق أنا فقدت الأمل وبديت أحس أن أخوي صدق مات وأن اللي كانوا يطاردونها ما خلوه في حالة اللي شوي يقول لي الرجال اسم عمر أتوقع المنطقة اللي قاعدين نبحث فيها أتوقع أنها خطأ ما هي المنطقة الصحيحة قلت لأ زين زين صدق يا جماعة خيري ورجعني عند سيارتي على السوق 11 صبح 11 ونص ركب سيارتي قلت ليه ما روح للشركة اللي كان يشتغل فيها أخوي سالم وأسألهم هلهم يعرفون شيء عن سالم أو يعرفون عن مشكلة سواها قبل أو لا وصدق وروح للشركة اللي كان موظف فيها أخوي سالم محاسم وادخل على مدير الشركة السلام عليكم عليكم السلام كيف حالك طيب؟ معاك أخو سالم المحقق عمر أخوي له خمسة أيام أو أربع أيام مفقود من عندنا وابغى أسألك هل أخوي سالم كانت عنده مشاكل داخل الشركة أو لا إلا شوي يقول لي المدير والله أول ما دخلت عليه نحسبك سالم ولكن أخوك سالم والله العظيم إنه من أنظف الناس اللي قد مر علينا في الشركة وكل اللي في الشركة يحبونا مستحيل له عدوات عندنا وإذا تبغى الموضوع الأكيد تتأكد أكثر رح ذوليك الثنين اللي جلسين هناك قاعدين يفطرون اسألهم عن سالم أخوك لأنهم يعرفونه زين يترقبت جزاك الله خير يقول حمر قمت من عند المدير وتوجهت للشخصين هذول قلول ما توجهت عندهم اللي يقولون لي سالم وينك يا ولد مختفي قلت لهم أنا ماني سالم أنا أخو سالم ولكن إحنا توأم ونشبه بعض مرة اللي شوي يقولون لي يا أخي سالم أخوك وينه لنا ثلاثة أيام نتواصل معاه ما يرد قلت أنا جاية نشدكم عنه سالم أخوي شفتوا بينه وبين أحد مشاكل جوا الشركة يقول عمر اللي يكلمني الشخص اللي جنبه قال لي قال لي يا رجال سالم من أطيب الناس اللي قد مر عليه في حياتي سالم أخوك رجل والرجال وقليله شوي اللي يقول لي هيه إنسى أن أخوك عنده مشاكل مع أحد أخوك رجل طيب لأبعد درجة ولكن تكفى بلغني إذا صار عليك شي لني أقسم بالله العظيم أن يفاقده قلت رطيب هل تعرف أخوي يا سالم اللي بره الشركة قال للأسف إن سالم علاقتي بينه وبينه علاقة عمل والرجل هذا رجل لن يتكرر أبدا قلت لجزاك الله خير وطلعت من عنده وأول ما طلعت من عنده يا جماعة الخير توجهت لبيتنا على الساعة واحدة ونص الظهر قلت خلني بدخل غرفة سالم لأن سالم أتذكره كذا يحب التقنية وعنده أجهزة وجوالات يحب الأشياء هذه فقلت يعني لازم أبحث عن كل شي يخص سالم أخوي ممكن أحصل طرف خيط يدلني عليه وادخل غرفته يا جماعة الخير وقعد أفتش فيها يمين يسار وفتح الدروج وأبحث عن أوراق موجودة عنده بس أبغى شي يدلني على مكان أخوي وأبغى أعرف ميس هل سالم بينه وبين أحد مشكلة أو لا دورتي مين دورتي سار ما بقى معايا جماعة الخير إلا جهاز كان موجود على الطاولة اللي هو جهاز اللابتوب ويقول عمر إحنا في لحظة القضايا لنفس كذا لازم نخمن كل شي موجود على وجه الأرض يعني الأشياء اللي ما لها دخل لازم نربطها مع بعض عشان نحاول نستكشف الموضوع بشكل كامل المهم يقول في تحت الجهاز حقه وصورت أبحث في الملفات وفي المستندات المهم دخلت على المتصفح اللي موجود في الجهاز حقه اللي هو المتصفح جوجل يقول وأضغط على البحث أبغى أشوف وش آخر عمليات البحث اللي بحث عنها يقول لحظت أنه قاعد يبحث عن أماكن يروح لها في الإجازة يغير فيها جو حصلت مسجل كذا لستة بسيطة مخصصة لبعض الدول اللي يبغي يزورها في الإجازة يقول وأنا قاعد أدور إلا لحظات اللي جوالي يتصل إلا هو يا جماعة خير الضابط خالد اللي موجود في قسم الشرطة قال لي سلام عليكم كيف حالك عمر طيب إن شاء الله قلت يا مرحبا ومسهلا قال لي عمر إن الهليكوبتر مسح المنطقة وما حصل أي شيء ولكن لو صار معاي شيء رح أبلغك قلت لزينا الله يعطيك العافية وقفلت منه الخطق ولكن وأنا قاعد أكلمة لحظت إن جوجل فوق في حسابات أخوي لحق التواصل الاجتماعي قلت بأدخل على أي حساب له من الحسابات حقته وإن شاء الله أنه يكون مسجل الدخول فيها صدق وأفغط على أحد الحسابات المخصصة له ولو حتى جماعة الخيرنا مسجل الدخول على هذا الحساب في نفس الكمبيوتر حقه وصير أبحث في الرسائل في الخاص بينه وبين أحد الرسائل شيء والصدق يا جماعة الخير ما حصلت أي شيء ولكن ما أدري كيف ربي ألهمني وقال لي ادخل على الإعدادات حقة الحساب حقه دخلت على إعدادات يا جماعة الخير إلا في قائمة مخصصة للوكيشن أو الموقع خلوني أشرحها لكم شرح بسيط عرفت مثلا نفترض أن حساب الإنستجرام لو تدخل الإعدادات راح تحصل إن فيه شيء سمى لوكيشن أو تحديد للموقع لآخر عملية اتصالة وآخر عملية تواجد لقطها البرنامج هذا ملموم يقول عمر وأدخل عليها إلا أحصل يا جماعة الخير آخر اتصال لأخوي سالم كان على الطريق ذاك نفسه ولكن المنطقة اللي كنا حنا نبحث فيها كانت على الجهة اليمين ونقطة الاتصالة هذه كانت موجودة على الجهة اليسار والجهة اليسار هذه ما مسحناها أبد الاتصال أو اللوكيشن المحطوط لي مو محطوط جوا البر لا محطوطي جماعة الخير جنب الطريق كذا ب300 متر فهذا يبين إنه انقطع الاتصال في ذيك المنطقة ولكن يعطيني آخر مكان تواجد فيه أخوي سالم تقول أول ما شفت الموضوع كذا فقلت خلني أتصل على أخويه راعد درون أبغا يروح معي لانسيارته تساعد إنها توصلني ذيك المنطقة وصير نبحث فيها بشكل أكبر حلمت مباشرة وقال لي أبد يا عمر مرني الآن وخروح وصديق جماعة الخير وأمر واركب معاه ونطلع ذيك المنطقة ولكن ما طلعنا للمنطقة اللي كنا نبحث فيها إحنا والشرطة اللي كانت على يدنا اليمين لا بحثنا على المنطقة اللي كانت فيها آخر تواجد لجوال سالم في ذيك المنطقة اللي هي على الجهة اليسار المهم طلعنا يا جماعة الخير على الجهة اليسار نبحث فيها ونبحث يمين ونبحث يسار وصرت انا اسوق السيارة حقت خويه وخويه يبحث بالدرون لانها راح تكشفنا المنطقة بالكامل الموم كملنا هذا الطريق ومسحنا يا جماعة الخير المنطقة ذيك ما يقارب 9 كيلو او 10 كيلو قدام الا خويه اللي جنبي يقول لي حمر حمر اتوقع اني لقيتها هذي مو بسيارتك قتلى ورني اللي يوريني يا جماعة الخير اللي هو الجهاز الكنترول حق الطيارة نفسها في نفس الشاشة قال لي هذي مو بسيارتك قتلى اي والله انها سيارتي قال لي وقف اقف سيارة شوي قتلى ليه قال وقف عشان اخلي الدرون تنزل عندنا وننطلق لها صديقة جماعة خير لحظة فقط زر في الجهاز اللي الدرون جت لين عند الريموت حقه مسكها وقال لي انطلق قدام وبعدها انعط في سارة شوي اخوك يبعد عننا ما يقارب كيلو يقول عمر تأملت خير اني احصل اخوي في ذاك المكان وبرضه ما في اي اتصال اتصل على الشرطة فيه اقول لهم تعالوا اني حصلت اخوي يقول عمر وصلنا للسيارة الا الاحظ سيارتي يا جماعة خير يوم قربنا من عندها الا مطلوق عليها رصاص رشاش ناثر السيارة من ورا لين قدام وحصلت يا جماعة الخير باب الراكب العليمين مفتوح وفي اللحظة هذه الصدق الوقت صار عندي بطيء وصرت احس بألم وصداع في راسي وقاعد اقول يا رب اني احصل اخوي حي يقول مهم قربنا شوي شوي لين وقفنا عند السيارة يقول منزلت من سيارة الرجال نفسه وانطلقت لين سيارتي متأمل اني احصل اخوي جواها يقول واطل فوق واطل تحت يقول ما حصلت اخوي في السيارة نهائيا يقول في التبت كده يمين السيارة وقاعد ادور حالارض ابغى اشوف خطى اخوي هل هو مشى من هنا راح يمين راح يصار يقول لصدق حصلت اثار الشخص جنب السيارة وكانت اثار شخص واحد بس فقلت شكلي اخوي قطع المنطقة ثانية وباذن الله انه حي وصير اتبع الاثار اتبع الاثار الا احصل يا جماعة الخير اخوي قدامي ميت يقول اول ما شفته قدامي طايح وجعني قلبي يقول وجعني قلبي بشكل فضيع يقول قربت عند اخوي وانا اقول له سالم سالم تسمعني صرت اصفق في وجهه ابغاه يرد وحطيت يدي يا جماعة الخير جنب حلقة ولكن ما فيه اي نبضات فقربت اذني لين عند خشمة ابغى اشوف اوه يتنفس او لا ولكن يا جماعة الخير لا حياتها لمن تنادي اخوي فقد حياته حرفيا في وسط الصحراء هذه يقول قعد جنب اخوي وانا اتأمل فيه والموضوع هذا حرفيا وجع قلبي بشكل كبير يقول قلت ارحين وش اقول لامي وابوي اقول لمن سالم ولدكم مات يقول ما ادري وش اقول لهم يقول انا بس خايف من ردة فعل امي وابوي ان يجيهم شي او انهم يتعبون اذا اعرفوا ان سالم ميت المهم يقول عمر قعد تتأمل في اخوي شوي يقول لحظات كذا ابو عشرين دقيقة قلت ابغى تأكد من سبب قتله هل هو مات من العطش صدق او انه تعرض الى اي شي احط عنا واحط طلق عليه لان السيارة يا جماعة الخير كانت ملعوب فيها بالرشاش يقول مهم قلبت اخوي على الجهل على جنب ابغى تأكد هل في طلقات او لا ولكن يا جماعة الخير ما حصلت اي شي في اخوي فعرفت انه مات من العطش والجوع في ذيك المنطقة فخليت في مكانه ورحت اشوف السيارة يقول لهم هم صرت اعطيه النظرة اللي هي النظرة الجنائية المخصصة للتحقيق يقول مهم قمت من عند اخوي وتوجهت للسيارة اللي هي سيارتي اللي كنت معطيها اخوي وصرت ابحث جواها عن اي شي يدلني بس لأي طرف خير يوصلني للناس اللي يسوفوا اخوي كذا يقول عمر لاحظات وانا قاعد ابحث الا احصل فيه سكينة طائحة داخل السيارة وانا متأكد ان هذه السكينة مهب لي ولا الاخوي سالم سيارتي هذه واعرفها زين يقول بخدت السكينة حرفيا كذا بحذر ودورت كيسة عشان احطها فيها بحثت في الشنطة صدق فيها الادوات اللي كنت انا استخدمها في التحقيق موجودة في شنطة السيارة افتحت الشنطة وطلعتها وادوات التحقيق موجودة اللي هي علبة فيها جمعت الخير حقات المسح الجنائي والقفازات يقول في الفست القفازات مباشرة وخدت السكينة هذه وركبتها جوا البلاستيكة والمخصصة الادلة الجنائية وقلت بمسح البصمات حقات السكينة هذه عشان اتأكد ممكن احصل الشخص اللي يتعرض الاخوي وحاول يقتله المهم يا جماعة الخير اخذتها وحطيتها جوا العلبة حقتي وحطيتها في سيارة خوي وقلت الخوي اطلع لين يجيك اتصال في الجوال واتصل على الشرطة وحدد لهم الموقع وقل لهم ان احنا حصلنا سالم داخل المنطقة هذه وميت وانا بنتظرك هنا لين تيجي وصدق يا جماعة الخير اللي يطلع خوي يالله يجزاه خير لين وصل يا جماعة الخير للطريق العام واتصل على الشرطة وانا قاعد ممكن ما يقارب ساعة قاعد اقلب في اخوي وابغى احصل اي طرف خير ولكن اللي احظت يا جماعة الخير وانا قاعد ابحث في اخوي سالم حصلت ان في يده نفس اثار الحديدة اللي كان ماسكها بقوة وهي نفس حدت وهي نفس حدت وتصميم السكين بالضبط المهم يا جماعة الخير اخذت السكينة هذه وحطيتها جوا الكيسة المخصصة لادلة الجنائية وخذتها وخليتها عندي في السيارة لحظات اللجاني خوي وقال لي ابشرك يا عمر بلغت الشرطة وقالوا الشرطة الان جايين يحتاجون ما يقارب 30 او 35 دقيقة وانتظرناهم لين جوا لحظات جماعة الخير اللي وصل للضابط خالي سلم عليه قال لي عمر انت ما قلت لنا انه كان موجود هنا في المنطقة ولا كان بحثنا عنه من قبل المهم يا جماعة الخير خذوا اخوي وحطوا تحت القماش وقفلوا عليه بالسحاب وامسحوا البصمات اللي كانت موجودة في السيارة اطلعوا من ذاك المكان وانا على طول اخذت جماعة الخير السكينة وتوجهت الى قسم التحقيقات المخصص لنا وعطيتها احد الموظفين وقلت له امسح لي كل البصمات اللي موجودة في السكينة قال لي خلاص زين احتاج ترى يا عمر من ساعة لساعة ونص باذن الله كل شي موجود قلت له خلاص انا في انتظارك وتحصلني في المكتب حقي المهم يقول عمر يا جماعة الخير يقول جلست في مكتبي وقعدت فكرفت معهم قلت اخوي سالم كيف وصلت السكينة لين سيارته فهذا يستنتج لي ان سالم اخوي كان متفق مع احد او كان موقف في مكانه اتقابل معهم يقول رح جبت الخريطة ورحت ابحث عن نقطة توقف من الممكن ان اخوي سالم يوقف فيها قل خدتها وافتحتها وصرت ابحث وطلعت لي يا جماعة الخير نقطة التوقف الوحيدة والقريبة لمن المكان هذاك اللي هي محطة بنزين فحطيت عليها علامة قلت لازم ازور ذاك المكان وابحث في كاميرات المراقبة المخصصة للمحطة لان عمر يا جماعة الخير يقول نظاميا عندنا لازم تكون في كاميرات مراقبة داخل اي محطة بنزين في العالم المهم يا جماعة الخير لحظات اللي يدخل علي اللي عطيتها السكين عشان يمسحها قال لي عمر امسحت السكينة بالكامل يقول ولكن ما لقيت اي بصمة موجودة على السكينة قلت له خلاص زين يعطيك العافية يقول عمر يا جماعة الخير طلعت من المكتب حقي افقلت شكل استنتاجاتي اللي قبله شوي كلها خطأ ولكن بما اني عزمت امري اني انا اروح المحطة البنزين هذي لازم اروح واتأكد من كاميرات التسجيل هل سيارة اخوي مرت هنا او لا وصدق يا جماعة الخير واتوجه لين محطة البنزين هذي وادخل عليهم وحصل العمالي الموجودين جوه المحطة سألتهم قلت وين المدير المخصص المحطة هذي هلولي المدير موجود في المكتب اللي جوه اذا تبغى رحله صدق يقول واخد سيارة يوقفها عند باب المكتب وانزله السلام عليكم عليكم السلام معك المحقق عمر قبل ما يقارب اربع ايام او خمس ايام هل صار في حدث غريب جوه المحطة قال لي لحظات قبل اربع ايام وخمس ايام اذا ما خاب ظنني ان كانت المحطة مقفلة لان ما كان فيها بنزين وتريلة البنزين قالت انها رح تجي في اليوم الثاني قلت لي طيب ابغى اطلع على كاميرات المراقبة قال لي خلاص بس عطني اذن ان لك الاحقية انك تطلع على كاميرات المراقبة يقول فطلعت لبطاقة المحقق المخصصة لي ووريتها اياه قال لي خلاص تعال معي خذاني جماعة خير ودخلني عند المكان اللي فيه وحدة التحكم المخصصة للكاميرات قلت لعطني التاريخ هذا من الساعة 6 الليل لين الساعة 11 الليل صدق يا جماعة خير يصير يرجع المقاطع بشكل سريع واللي بايل لي ان المحطة ما احد يوقف عندها يقول لين جت كذا الساعة من 8 الى 8 ونص الا لاحظت ان سيارتي اللي كانت مع اخوي سالم دخلت للمحطة ولكن يا جماعة خير ما توجهت الى المضخات المخصصة البنزين راح يوقف يا جماعة خير عند دورة المياه المخصصة المحطة والمكان اللي يوقف فيه زاوية التسجيل فيها مرة ضيقة ما باهم من السيارة الا البابين اللي على جنب وبرضوا من تحت لان الكاميرات كانت موجهة يا جماعة الخير على المضخات المخصصة البنزين يقول دخل اخوي ممكن دورة المياه قعد دقيقتين بعده طلع للسيارة في لحظة ما طلع يا جماعة خير ركب السيارة اللي جت سيارة ووقفت جنبه ونزلوا منها ثلاث اشخاص ركزوا معي جماعة الخير على ثلاث اشخاص ووقفة جماعة الخير عند باب سيارة اخوي واخوي نزلوا من الشباك قاعد يشوف الشباك ينزل ولكن ترى الرؤية ما هي واضحة لي بالكامل يقول له واحد يحاول يدخل يده ومعاه نفس السكين اللي حصلتها في سيارتي يقول اول ما دخل يده اللي اخوي يقول له اخوي لحظت انه مطلع يده وكان واضح انه قاعد يصد السكينة فعشق القير ريوس ودعس فالسكينة طاحت جوه والرجال طاع على الارض يقول ولكن الرجال اللي اعترضوا اخوي كانوا مخفين وجيههم ولابسين قفزات في يدهم يقول طلع اخوي من المحطة بسرعة الا طلعت وراه هذه السيارة يقول يوم طلعت الا شفت سيارتهم بالكامل يقول سيارة من موديل قديم ولونها كان لون ابيض ففسجلت طبعا المعلومات هذه على السريع فعرفتم انه من حقه واخوي واخوي حاول يضيع فيهم لين دخل للمنطقة النائية هذه وعلقت سيارتي هناك بعد التحليلات هذه كلها لجمعتها وبرضو التصوير اللي قدرت احصل عليه من المحطة وانا طالع من المحطة يا جماعة الخير تذكرت اخوي يوم كان يقول لي صفرة صارت اللوحة حق نفس المحطة لوحة صفرة واللوحة هذي باينة والموم طلعت يا جماعة الخير من المحطة وتوجهت مباشرة لقسم الشرطة السلام عليكم عليكم السلام وين الضابط خالد قالوا لي الضابط خالد جوة قال لي مرحبا يا عمر حياك الله واشصار معاك قلت له الله يسلمك أنا بحث في هذا الموضوع ورحت للمحطة وطلعت التسجيلات اللي موجودة فيها واللي حصلتها أنه معترض أخوي داخل المحطة بعد أخوي نحاش منهم لين عليك في المنطقة النائية هذه ومات قال لي طيب اسمعني بما أنك أنت عطيتني التفاصيل هذه قال لي اسمعني يا عمر احنا حصلنا جوال أخوك طايح في المنطقة هذيك بعد ما سوينا مسح كامل للمنطقة اللي موجودة هناك مسحنا التربة مسحنا الأثر نبغى نشوف معا ناس ما معا ناس يقول سجلنا كل هذا داخل سجل والسجل هذا رح يروح لجنة المحققين يحققون فيها قلت له زين يا الضابط خالد أنا بالأساس ترى محقق والشي هذا رح يجيني لين قسمي وبإذن الله أنا رح أشتغل على القضية وأقدر أحصل للناس اللي قتلوا أخوي المهم استغرب الضابط خالد يوم قلت لأني أنا محقق في قسم المحققين قال لي خلاص زين بما أنك محقق خذ السجلات هذه وخذ الجوال ومسجل كل شي فيها طبعا نظامهم كيف دام الشرطة خلاص قفلت وقبضت على الموضوع وقفلت عليه الحين يجي دور المحققين يحققون في هذه القضية فهنا يا جماعة الخير انتهى دور الشرطة المهم يا جماعة الخير يقول عمر صدق خدت سجلات وخدت الجوال ودخلت القسم حقنا حطيت الملف وأنا أصلا كنت أبقى بس الجوال صدق بأبحث عن آخر الاتصالات اللي سواها أخوي فرحت وديت الجوال يا جماعة الخير للناس المخصصين للأدلة الرقمية أم يأخذون الجوال ويشغلونه ويقدرون يطلعون كل المكالمات اللي صارت في الجوال وحتى لو كان خربان برضو يقدرون يطلعون المكالمات اللي كانت داخلة قلمهم عطيت أحد الموظفين اللي موجدين هناك الجوال واخدت السجل هذا يا جماعة الخير وقلبت فيه أبغى أي شي بس سجلت الشرطة مع حقين المسح الجنائي يفيدني في قضية أخوي كل الأشياء اللي مسجلينها أشياء طبيعية وعيدية كانوا يقولون الأثار وحدة ما كان فيه موجدين ناس معاه امسحوا بصمات السيارة ما حصلوا إلا بصمتين اللي هي أنا وأخوي فعرفت أن أخوي سالم ما ركب أحد معاه فقلت الآن بس مهمتنا على الجوال هذا لو حصلنا فيه اتصالات مع ناس غريبين هنا ممكن تبان معنا القضية وصدق جماعة الخير لأدلة الرقمية ثواني اللي هم جايبين لي الجوال قالوا حصلنا اتصالين صارت قبل ما يموت أخوك والشخصين هذولي واحد باسم فهد والثاني باسم سعد اخذ هذه بياناتهم وهذه أرقام جوالاتهم تقدر تتواصل معهم يقول عمري جماعة الخير طبعا في هذه الحالة أخذ أرقامهم على طول أروح أسلمهم للناس اللي شغالين معنا وأقول لهم ارسلوا لهم رسائل الاستدعاء خلهم يجون عندنا القسم ويحددون لهم موعد عشان يجوننا فيه وصدق جماعة الخير رح سلمتهم كل شيء وارسلوا لهم رسالة الاستدعاء موعد يحضرون فيه يكون فيه بعض التحقيقات البسيطة طبعا ما فيه أي شيء يثبت عليهم ولكن لازم نحقق معهم عشان نعرف كل شيء أول واحد يا جماعة الخير جاني واحد اسمه فهد فهد رجل بعمر 28 أو 27 سنة موظف في مكان مخصص لشركات الكهرة حالة المادية يا جماعة الخير لا هي الدنيئة ولا هي بالعالية حالة متوسطة الدخل الرجال متزوج وعنده ولد واحد يقول عمر دخلوا الرجال هذا عندي وقعدوا على الكرسي اللي قدامي أنا بصفتي كعمر ومحقق لازم أحقق معاه بأسلوب بسيط في البداية أول ما دخل عليه فهد السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك يا فهد طيب إن شاء الله فهد إن اليوم جايبينك نبغى نحقق معاك في قضية أخوي الصغير سالم إلا فهد يا جماعة الخير يقول لي يقول أصلا في البداية أنا كنت أعتقد إنك سالم ولكن قلت خلني أسكت وأشوف وين نهايتها وكنت أدري من قبل إن سالم عنده أخو توأم ولكن ما توقعت التشابه الدقيق هذا سبحان الله قد نلمهم نبغى نحقق في موضوع سالم وإذا ما تدري سالم حصلناه ميت في أحد المناطق النائية يقول عمر أول ما قلت لك إذا الرجال استغرب أنا أتصل عليه جواله كان مقفل والله يغفر له ويرحمه قلت له طيب تسمح لنا بس نبدأ التحقيق الآن قال لي أبد تفضل أنا هنا أصلا عشان أساعدك والشي اللي أقدر عليه رح أسويه قلت له الله يعطيك العافية وشكرا على تعاونك معي قلت له بأول سؤال كيف كانت علاقتك مع أخوي سالم قال لي والله أسمح سالم رجال والله ما أخفيك رجل طيب ولكن علاقتنا يعني علاقة حيدية مرة واعتبر بعض الأحيان كأنه نفس أخوي وسالم برضه ترى كان هادي وما عنده أي عدوات نهائيا قلت له معليش يا فهد متى آخر مرة قابلت سالم فيها قال فهد يا جماعة الخير آخر مرة قابلت فيها أخوك سالم ممكن قبل أسبوع أو أسبوع ونص تقابلنا في أحد الكافيهات اللي موجودة عندنا قلت له طيب وش المواضيع اللي كنت تتكلمون فيها قال والله كنا نسؤله في عن العمل ومشاكل العمل وعن الحياة وبرضه كان يبغى يسافر يغير جو الشهر الجاي كذا طيب فهد سواليفكم هذه ما في أي شيء يعني يثير الشبهة ما سولف لك بسالفة غريبة شطح بك بموضوع ثاني قال لا ما أذكر أنه تكلم في أشياء نفس كذا بعدين قال لي فهد حمر هل أنت تعتقد أني أنا الجاني قال لا لا يا فهد الموضوع ما فيه لازم أحقق معاك وأعرف كل شيء لأن ممكن أخوي قد قال لك أشياء أنا ما أدري عنها أنا هدفي ما السؤال يا فهد هل سالم أخوي قد قال لك أن عنده خلافات أو مشاكل مع ناس ثانين يال يا رجال أنا قلت لك في البداية أخوك سالم حرفيا شخص نقي نظيف لأبعد درجة مستحيل أن تكون عنده عدوات مع أي شخص آخر ولكن يا جماعة خير يقول عمر لحظت إذا قلت له خلافات أو مشاكل الأحضاء يتوتر شوي وكن فيه شيء مغبيه ما يبغي يقوله لي فعدت عليه السؤال من جديد قلت له فهد متأكد من الشيء اللي قاعد تقوله أخوي سالم ما كان عنده خلافات مع أي إنسان موجود يقول عمر لحظات إلا فهد يقول خلافات لا يا أخي أنا قلت لك في بداية لا ولكن مدري فيه موضوع ما أدري هل هو خلاف ولا لا بس مستحيل يؤدن هذا الشخص يلاحق أخوك سالم عشان يذبحه هرى موضوع اللي قاعد تقوله موضوع كبير يا عمر قلت له فهد ركز معاي شوي كرا أنا قاعد أحقق معاه وأي معلومة أنت راح تقولها لي ممكن تفيدني وش الموضوع اللي صار مع سالم أخوي والشخص هذا اللي قاعد تقوله وبعدين الشخص هذا وش اسمه إلا فهد يقول المشكلة اللي صارت كانت مشادة بسيطة في الكلام ومستحيل يعني مستحيل إنها تكبر قلت له الموضوع وش كان يتكلم عنه كان الموضوع اللي كانوا يصرفون فيه فيه كورة وأفريقا والأشياء هذه فكان بس يبان فيه بعض التعصب قلت له طيب متى صارت هذه السالفة المشادة متى ممكن لأن عمر يا جماعة الخير يقول ممكن هذه المشادة صدق فيه بعض الناس همج عايدي يا شيخ يجيك بكرة يذبح عشانك قلت له شي بسيط قلت له طيب وش اسم الرجال هذا قال لي الرجال هذا اسمه سعد قال لي السالفة هذه صارت قبل ممكن ثلاثة سبيع أربعة سبيع حدودها يقول عمر بعد ما قال لي الوقت يتياخي من الممكن أن صدق هذا له يد في هذا الموضوع ما راح أوقف لين هنا فقلت له السؤال الأخير اللي راح أني فيه التحقيق قلت له طيب يا فهد في ليلة الحادثة واليوم هذا في التاريخ هذا وين كنت فيه وقلت له كذا قال لي فهد أنا كنت في البيت وقاعد عند أهلي وتقدر تروح تسألهم قلت له خلاص أعطيك العافية الآن أبغى اسم الشخص اللي صار بينه وبين أخوي مشادة قال لي اسم الشخص هذا سعد قلت له خلاص زين طلع الرجال من عندي يا جماعة الخير وهو سعد أصلاً اللي أعطاني رقمه ونافسه اللي حصلت أخوي ما اتصل عليه قبل ما يموت فقلت خليه يروح بروح أكلم حقين الأدلة الرقمية يطلعون للاتصالات اللي صارت بينهم ويعلموني وش موجز الاتصال اللي صار قبل ما أستدعي سعد هذا وأحط عليه الاتهامات وأحقق معاه بشكل جدي صديقي جماعة الخير كلمت لإدارة وقالولي خلاص ابشر عطنا ما يقارب سعتين ثلاث ساعات وراح نعطيك نشاط سعد هذا بالكامل قلت لنا خلاص زين وأبغاكم برضو شفتم فهد اللي طلع أبغاكم ترسلون وراه شخص أو شخصين يصرون يتابعونه وتابعون تحركاته ونشاطه اليومي وين يكون بعد ما خلصت هذا الموضوع اللي اتصل عليه مباشرة الضابط خالد سلام عليكم كيف حالك يا عمر طيب السيارة اللي كانت واقفة عند المحطة سوينا مسح على المدينة كاملة والمسح هذا حصلنا ان فيه ما يقارب 800 سيارة بنفس النوع وبنفس الموديل موجودة في المنطقة اللي هي جماعة الخير السيارة البيضة اللي كانت موجودة عند المحطة يوم كانوا يهاجمون أخوي سالم قلت لها طيب الآن اللي أبغا منكم تسوون زون أو حدود للمنطقة اللي صارت فيها الجريمة برضو تحطون زون على الدوام أو العمل المخصص السالم عشان نكون دقيقين في البحث أبعا وش راح يسوونه جماعة الخير بعد ما يسوون حدود ويجبون السيارات اللي موجودة اللي في المنطقة هنا وفي المنطقة اللي محددينها أهم يصفهم 800 ممكن يصفهم 50 ي 60 سيارة وبعدها يتحققون من هوياتهم يقول عمر وصدق بعد ما سووا وحصر لهذا الموضوع حصلوا جماعة الخير ما يقارب 45 سيارة موجودة في هذه الحدود اللي حددناها وقلت لهم الآن سووا استثناء للناس اللي فوق عمر الخمسين لأن اللي شفتم أنا في الكاميرا باين لي أنهم من 20 لين 40 سنة مستحيل أنهم أقل ومستحيل أنهم أعلى وقل طلعوا لي للناس اللي من 20 لين ل 40 سنة كم ممكن تطلع معنا من سيارة؟ قالوا لي 7 سيارات قالوا طيب 7 سيارات هذه أبغاكم تراقبونهم وتشوفون وين تحركاتهم وين يروحون يمين أو يسار فقال للضابط خالد أبشر وبعطيك الأحداثيات الأخيرة قريب قلمهم يا جماعة الخير قفل الضابط خالد وأنا الآن أنتظر الآن سعد وش صار عليه وش موضوعه وش كان نوع الاتصال اللي اتصل فيه وش كانت المشكلة بالضبط صديق يا جماعة الخير طلعنا كل المعلومات المخصصة له وصار الاتصال اللي اتصل فيه مع أخوي كانت العلاقة بينهم ممتازة ولا فيها أي مشاكل وحتى ما تتفقوا على موعد أو أي شيء كان سالم يقول له يا سعدان والله ضايق صدري وبطلع غير جو وإذا تبغى تروح معاي علمني رد عليه سعد وقال لا والله ماني في البيت ولا في المدينة اني طالع أنا وأهلي برا وقفل منه وانتهت المكالمة فالآن ما عندي جماعة خير لفهد أقعد أراقب فيه لين أطلع منه معلومة ومعلومتين وبعده أوسع النطاق وابحث في أماكن ثانية بس أهم شيء الحين أعرف فهد وش حالته ووضعه بعد مروره جماعة الخير ما يقارب أسبوعين كلموني الناس اللي قاعدين يبحثون وراء فهد قالوا لي اسمعي عمر فهد أتوقع وضع سليم تحركات اللي قاعد يتحركها تحركات عيدية مرة بيت دوام سوق وعلى هذه الحالة فتوقع فهد ما لا دخل في الموضوع كامل فانت شف الموضوع اللي تبغاه وإحنا راح نساعدك فيه يقول عمر أنا هنا تقفلت الطرق في وجهي وما أدري من الناس هذولي اللي كانوا يلاحقون أخوي يبغون يقتلونه يقول عمر يا جماعة الخير رحت ورجعت البيت ونمت أول مصحيت في اليوم الثاني أتذكر فيه محقق كان يشتغل معاي زمان قبل ثلاث شهور أو أربع شهور واسم هذا المحقق عبدالله ذيك الفترة اللي كنت أشتغل مع عبدالله يا جماعة الخير حققنا في قضايا كبيرة وبرضو كثيرة وقدرنا برضو نلقي القبض على أكثر مجرمين في ذاك الوقت يقول عمر كان عبدالله هو الدو حقي وفي كنا متفاهمين بشكل كبير مرة إذ قلت ليه ما اتصل عليه واعرض عليها القضية ممكن يكون عنده حل هذا الموضوع وممكن يحصل الاستنتاج أفضل من الاستنتاج اللي أنا قاعد أحل له لأنه الصدق القضية من اتجاهي قضية عاطفية مرة لأن الميت أهو أخوي ولكن لما يكون شخص من برة ينظر للقضية ممكن يكون عنده نظرة مختلفة المهم طلع جوالي طيطي طيطي واتصل عليه السلام عليكم كيف حالك محقق عبدالله امورك زينة وينك خانشوفك ويااخي من زمان عنك تال لي المحقق عبدالله والله اني مشغولة شوية عمر ولكن سم آمرني واش بغيت قلت لأسمع انا اخوي توفى قبل فترة له لحد الآن متوفي ما يقارب شهر وسبوع ممكن ومات بأسلوب غريب مرة أتمنى اذا كان عندك متسع من الوقت تجيني ورك الاشياء اللي موجودة عندي ممكن استنتاجك يكون أفضل يا محقق عبد الله يقول عمر قال لي عبد الله ابشر بكرة بإذن الله أنا موجود عندك وما يصير خاطرك إلا طيب بس أنت وين تبغاني أجيك تبغاني أجيك البيت ولا داخل مكتبك قلتنا لا تحلي داخل المكتب لأن كل الأدلة موجودة هناك قال لي ابشر موعدنا بإذن الله بكرة وصديق يا جماعة الخير قعدت أنتظر محقق عبد الله في اليوم الثاني لين ما جاني للمكتب حقي ووصلني المهم قابلت يا جماعة الخير وسلمت عليه وصار يعزيني في أخوي قلت لي يا محقق عبد الله هذه القضية قدامك هذا صور المكان اللي حصلنا أخوي فيه مية وهذه جثة أخوي الله يغفر له ويرحمه اللي يناظر فيني المحقق عبد الله قال لي عمر أنا أثق فيك وأدري أنك محقق متمكن بشكل كبير عطني وش حصلت بعد زيادة قلت لي اسمعني حصلت ناس كانوا موجودين عند المحطة يعادون أخوي عندي تسجيلات حقتهم ولكن كانوا مغطين وجوههم بشكل تام وما كان مبين لون بشرتهم نهائيا وبرضو حصلت هذه السكين كانت موجودة في سيارة أخوي وسبب تواجدها أن أخوي تشابك معهم عند المحطة ولكن لحد الآن يا محقق عبد الله والله ما طلعت بالنتيجة وهذا الشي اللي أنا وصلت له سألني السؤال المعتاد قال عمر أكيد أنك حققت مع الناس اللي كنت تشك فيهم والناس اللي موجودين في سجلات المكالمات هذه أشياء بذهية أكيد أنك سويتها قلت لقي نعم أني حققت وراقبت في هذا الموضوع ولكن ما وصلت لأي شيء وكل الطرق مقفلة بيني وبينك يا محقق عبد الله هذه من القضايا الغامضة اللي قد مرت عليه في حياتي لدرجة أني ما قدرت أمسك القاتل ولا أحصل عليه ولا طرف خير الموضوع غريب مرة قال لي طيب اسمعني عمر أنا أبغاك تعطيني الملفات حقات القضية وتعطيني الصور وتعطيني التسجيلات تعطني سجل للقضية من البداية للنهاية أنا بأخذ أبودي معي البيت وبقرا يعني بأسلوب بطيء وبأسلوب مفصل وبإذن الله أني أحصل القاتل ونلقي عليه القبر في أسرع وقت يذنب أبد هذا سجل للقضية أخذها معاك وإذا طلع معاك أي شيء تكفى تواصل معي قال لي خلاص يا عمر عطني يومين إلى ثلاث أيام وبإذن الله أني بعود الاتصال عليك وبعطيك الأكيد في هذا الموضوع يقول عمر يا جماعة الخير طلع المحقق عبد الله من عندي وأنا الصدق أثق في هذا الشخص ثقة عمياء وهذا الشخص إذا دخل في أي قضية حتى لو كانت معقدة يقدر يحلها وبيني وبينكم المحقق عبد الله أنا استفدت منه كثير مرة فايته حرفياً تعادل دراستي كاملة رجل موهوب وصاحب خبرة قلمه يقول عمر مر اليوم الأول ومر اليوم الثاني وأنا كنت متأمل أن عبد الله يتصل عليه وفي آخر اليوم الثاني يا جماعة الخير اتصلت عليه قلت له ها محقق عبد الله بشر لقيت حل القضية قال لي جماعة خير بإذن الله يا عمر إني سجلت أشياء كثيرة داخل هذه القضية بإذن الله بكرة موعدنا كنت له خلاص دين طبعاً هذا الاتصالي كان على الساعة أربع العصر في اليوم الثاني وقلت يعني أن هذا الوقت هو الوقت نهاية الدوامة جاء اليوم الثالث يا جماعة خير وهو اليوم الموعود اللي لازم أتصل فيه على المحقق عبد الله وأعرف وش صار معه بالضف يقول وطلع جوالي وطيطيطيطيطيطيطيطيط واتصل عليه وحط جوالي في إذني إلا الرسالة المعروفة دائماً إن الهاتف المطلوب لا يمكن الاتصاله به الآن عرفت ان جوالها مقفر يذخني بعطيه ساعة ممكن جواله كان ما فيه شحن ونهاية الدوام بإذن الله انه بيتصل عليه بعد ساعة وانتظر يا جماعة الخير ساعة وما جاني اي اتصال من المحقق عبدالله حطيت في نفسي كذا عهد على الساعة سبع لو ما رد علي بروح للبيت اتأكد ممكن جواله صار فيه اي شي مرت يا جماعة الخير من الساعة اربعة لين الساعة سبع ما فيه اي رد من المحقق عبدالله فقررت اني اروح لبيته واشوف وش صار عليه يقول عمر لم وصلت لبيته طقيت عليه الباب الا تفتح لي زوجته الباب قلت لها المحقق عبدالله موجود قالت لي من معي قلت انا صديقة المحقق عمر حولت اتواصل معاه ولكن جواله مقفل قالت والله المحقق عبدالله مختفي من امس العشاء وما ادري وصار عليه وتقول برضو ان هذه عادات عبدالله دايما يختفي ويكون منغمس في بعض القضايا يدرسها ولكن هو مو معاك في الدوام يعني ما شفته قلت لها ان عبدالله مو نفس القسم اللي انا موجود فيه ولكن بروح ابحث عنه في الدوام ممكن احصله يقول عمر طلعت من البيت اجماعة الخير وتوجهت للدوام المحقق عبدالله وابحث يمين واسأل عنه فوق واسأل عنه تحت قالولي المحقق عبدالله ما داوى مصن ولا ندري وسبب اختفاء اليوم بيني وبينكم انا صار يراودني شعور غير طبيعي قلت الله يستر وين راح وين اختفاء لا يكون فيه شي ادركت الموضوع اجماعة الخير وارجعت البيت وقلت باذن الله انه يتصل عليه اليوم الثاني مر اليوم الثاني مر اليوم الثالث والمحقق عبدالله مختفي ولا له اي وجود الممي جماعة الخير في اليوم الرابع انا في الدوام اللي فيه واحد من الشباب يقول لي عمر فيه بلاغ الجريمة تقتل في احد القرى اللي موجودة عندنا تبغى انا نطلع نروح نغطيه ولا ما نتفاضي قلت له لا بالعكس خلنا نطلع ونشوف هذه القضية وش وضعها صدق جماعة خير ركبت مع خويه وتوجهنا لين المزرعة هذه بطريقنا المزرعة هذه سألت الرجال اللي جنبي وش القضية اللي صارت داخل هذه المزرعة قبل ما اقولكم القضية هذه مثل ما انتو عارفين يا جماعة الخير في الجرائم اذا كانت فيها حادثة قتل اول ناس يجون لهم حقين الادلة الجنائية يسوون مسح للمكان ويتأكدون من كل شيء عشان الناس الثانين ما يحركون اي شيء في الرجال وتختفي اصابع الاتهام والادلة اللي موجودة عليه خلوني اكمل اللي يقول لي خويه اسمعي عمر قبل نصف ساعة جانا بلاغ من الشرطة فيه قضية قتل موجودة داخل هذه المزرعة وليبلغ شخص ساكن داخل هذه المزرعة هذا اللي موجود عندي ولكن اذا وصلت هناك استفسر منه الشخص المبلغ وخذ منه المعلومات كاملة قيت الاجل توكلنا على الله وصدق جماعة الخير ووصلنا لهذه المزرعة مزرعة ما هي المزرعة الكبيرة لا مزرعة بسيطة مرة وحصلنا الشرطة مقفلة المكان ومجهزة بس من المكان عشان ننظر للشخص الميت يقول عمر نزلت من السيارة وطلعت على نفس الارض الترابية كاجراء روتيني لازم انظر نظره على الشخص اللي مات يقول عمر وصلت اللي قالولي ان الرجال ترى رامينا جوه الخزان حق الموية هذا وخزان الموية هذا خزان قديم ولعد صرنا نستخدمه قلت لي يعني الرجال ما جاه اي موية ابد قال نهائيا ما جاه شي قربت اجماعة الخير للخزانة هذا الخزانات الكبيرة اللي تكون مكشوفة من فوق ممكن حقين المزارع يعرفونها يجيك خزان اجماعة الخير مو مغطة من فوق يستخدمونها للرشاشات الزراعية اللي موجودة داخل هذه المزرعة افقربت جماعة الخير من عند هذا الخزان وشغلت الكشاف يقول اول ما شغلت الكشاف ونورت تحت داخل الخزان الا صاري جماعة الخير الميت وهو المحقق عبد الله يقول عمر اول ما شفت المحقق عبد الله في الحالة هذه وميت بيني وبينكم انصدمت الرجال هذا اللي كان بيساعدني قتل اليوم لا حوله ولا قوته الا بالله وقلت لهم نزلوني تحته ابغى انزل في الخزان صدق اجماعة خير جابولي يسلم ونزلوني الى انتحد شغلت النور وقعدة دقيقة جماعة خير في المحقق عبد الله وصير اناظر في رجوله صدق لاحظت في اثار ان رجوله كانت مربوطة وصرت اقلب يديه برضو لاحظت ان يديه كانت مربوطة هذا الشي عندنا في التحقيق يدل ان الرجال هذا كان شخص مخطوف ونسبة ان الناس اللي اختفوه ممكن عذبوه 60 و70 بالمية ولكن فيه شي شدري لاحظت ان وجه عبد الله كان وجه بارد شوي وعصابه كانت مرتخية قبل ما يموت وكأن عصابه كذا مرتخية وهادي مرة الا الا الاحظ حر رقبته صار يجمعت خير ربطين مع رقبته يعني اسلوب القتل اتوقع صار قدامكم معروف ولكن يقول المحقق عمر الناس اللي موتون بالاسلوب هذا دايما اعصابهم ووجههم يكون شاحب بشكل كبير ولكن كيف المحقق عبد الله كذا وجه بارد وهادي فعرفت ان فيه تلاعب في الموضوع هذا يقول طلعوه بره من الخزان وخلوه على جنب بسألتهم مباشرة قلتلهم منه الشخص المبلغ قالولي يا محقق عمر الشخص المبلغ شخص اسمه طلال يشتغل في نفس هذه المزرعة وراح نجيبه لك باذن الله بكرة تحقق معاه قلتنا ضروري انه يجيني بكرة في اقرب وقت بيني وبينكم اجماعة الخير بدأ ينتابني شعور ان اخوي سالم كان شخص خطير مرة يقول كذا جاني شك ما ادري شلون اتي اخي كانوا يبغون يقتلونه وبرضي يوم جاء المحقق عبدالله يساعدني قرروا ويقتلونه اخوي هذا مين ووش وضعه ووش صاير واكيد ان عنده شي قوي مع الناس هذولي المهم يا جماعة الخير وقلت لهم برضو زيادة المحقق عبدالله لا تسوين اي شي بجثته خلوه عند حقين الطب الشرعي يفحصونه ويحللونه زين وبكرة باجي ااخذ كل التحليلات منهم بعد ما خلصت ممباشرتي من هذا الموقع توجهت البيتي عشان ارتاح وانتظروا في اليوم الثاني يجبوني الشخص هذا الاسمه طلال ابغى حقق معه مرت الساعات وجاء الوقت الموعود اللي راح اتقابل مع طلال فيه المهم جاء طلال للمكتب حقنا جلسنا وراح نبدأ نعرف كل شي منه في البداية قلت لها كيف حالك طلال اخبارك طيب قال يا مرحبا ومسهل او حياك الله قلت لها طلال انا بس ابغى اسألك اسئلة بخصوص الحادثة اللي صارت امس قال لي طلال ابد انا موجود هنا باذن الله اني اقدر اساعدك قلت لها طلال قللي وش صار بالضب الا طلال جمعت الخير يقول يقول انا متعود دايما اخر الليل على الساعة واحدة ثنتين اطلع امشي على رجولي حول المزرعة وحاول اسوي رياضة عشان انقص فيها وزني يقول المهم اني انا قاعد امشي اللي اشوف سيارة جاي من بعيد فان رصاصية والسيارة هذه جديدة على المكان اللي هي فيه وماضح انها ما هي بساكنة عندنا قلت لها ايوه وش بعد وش صار قال المهم خذوا لفة على المكان وبعدها طفوا النور حق السيارة وقفوا قريب لما الخزان المهجور حق المزرعة قلت لها ايوه اش بحت قال له لحظات نزل كذا شخص حرفية من السيارة ما ادري كم عددهم وفتحوا الباب اللي وراء ونزلوا الرجال هذا من الشنطة حق تلفان وقطوه جوه الخزان قلت لها طيب هل قدرت تتعرف على وجيههم تعرف اشكالهم قال والله يا محقق عمر المكان في ذاك الوقت كان مظلم مرة وما يمديني اشوف اي شخص في ذاك الوقت قلت لها طيب ما لاحظت شي غريب شي شدك منه ولا منه شوي لطلاقها شي غريب والله مدري ولكن الشخص اللي كان راكب على يمين في الفان نفسه بعد ما اطلعوا من هذاك المكان رمى نفس الكيسة اللي فيها بعض الوسخ اللي موجود في السيارة كان يا سيوه وين الكيسة هذي وين الاغراض هذي وين كان مكان رميهم للشي هذا اللي طلال يقول اسمعي محقق عمر انا ترى ماني متأكد بالضبط ولكن اذا ما خب ظني كني شفتها نزل قزازة حق السيارة ورمى جمعت خير نفس الكيسة اللي جواها اغراض او وصخ داخل السيارة قلت لين الكيسة هذي تل ما ادري اتوقع انها موجودة في نفس المكان يتلأمش الان معاي طبعا جمعت خير انا وش ابغى من الكيسة هذي الكيسة هذي فيها بصمات ومفيها كل شي ممكن يدلنا للناس هذولي واطلعي جمعة الخير لين المزرعة هذي ونبحث عن الكيسة هذي يمين ويسار لين حصلناها صدق مرمية على ارض ترابية كيسة فيها حوالي ثلاث قوارير من المشروبات الغازية وكانت مربوطة هذي الكيسة باحكام شلت الكيسة هذي وخدتها معاي ورحت على طول حقين المسح الجناي والصدق اول ما شفت الكيسة هذي استانست وناسها غير طبيعية وحسيت ان يومهم قرم رحت وديتها لحقين المسح الجناي حقي المسح الجناي يقول خلاص راح نمسح الاشياء الموجودة وراح نباشرك بكل شي عن طريق جوالك فقلت الطلال خلاص الله يعطيك العافية راح نعود الاتصال فيك في المستقبل طلعت جماعة الخير من ذاك المكان وعلى طول توجهت الان وين للطب الشرعي فرحت سألتهم قلت لهم ويش صار وكيف كان اسلوب القتل اللي قالولي اسمها عمر اسلوب القتل اللي صار على المحقق عبدالله انهم ضربوه بابرة في رقبته والابرة هذي سببت الكدمة في نفس هذا المكان والابرة هذي اللي كانت مخليته هادي وما يحس باي شيء بعدها ربطوه جماعة الخير وش نقوه فهذا الاسلوب القتل اللي تعرض للمحقق عبدالله والواضح يا عمر ان كان ظهره محطوط على الارض وكانوا يسحبونه مع رجله فعرفت هنا يا جماعة الخير ان المحقق عبدالله تعرض لأسلوب قتل مختلف فطلعت من عندهم يا جماعة الخير وتوجهت على طول الحقين لأدلة الجنائية السلام عليكم عليكم السلام ويصار معكم قال والله يا عمر اللي صار معنا ان كل الأدلة اللي موجودة داخل الكيس من بصمات من حمض الديين نيل خاص فيهم كلها خربتها الشمس والرطوبة اللي صنعت جواها قلت لهم ما نقدر نجيبها من نيمين ولا يصار قالوا لأسف يا عمر الشمس خربت كل شيء والرطوبة العالية أخفت بصماتهم بالكامل صديق يا جماعة الخير بكل ما قول اني وصلت ألاحظ اني أوصل لطريق مقفل وبيني بينكم يا جماعة الخير أنا قاعد أحس اني هزمت ما أدري قلت هل اللي قاتلين المحقق عبدالله وهم نفسهم اللي قتلوا أخوي أو المحقق عبدالله صادف انه جاني فيه وقت والوقت هذا هم كانوا يطردونه يبغون يقتلونه والناس هذولي وش يبغون من المحقق عبدالله وش السالفة وش الموضوع اللي صاير هذا كله برجعت جماعة الخير بعد ما تقفل كل شيء في وجهي كلمت مديري الموجود عندي في نفس العمل قلت لي يا بوفلان أنا والله ما عاد أتحمل العمل شوي واحتاجي إجازة وأتمنى الإجازة هذه تكون طويلة يعني من بين أسبوعين إلى شهر فأتمنى أنك تعذرني فيها قال لي أبد عذرك معاك وفالك التوفيج ومتى ما هديت وحسيت نفسك كويس أبد ارجع للعمل وباشر عملك فيه ولا تشيل أيهم وصدق يا جماعة الخير رجعت للبيت وأنا محطم ومكسر حربيا بشكل غير طبيعي كل ما وصلت للشيء أقول خلاص وصلت له خلاص حليت القضية الحين أنا بأقبض عليهم أحصل كل الظروف ضدي المهم وأنا جالس في البيت أنا قلت لكم قبل أن المحقق عمر اتصل على الضابط خالد وقال له أبغاك الله يسلمك تراقب السيارات اللي قلت لك عنها قبل وعطني كل التفاصيل عنهم المهم اللي أتصل علي جماعة خير ضابط خالد سلام عليكم كيف حالك يا عمر طيب إن شاء الله راقبنا سبع سيارات هذه وسجلنا كل تحركاتهم في الفترة اللي فاتت هذه كلها وراقبناهم مراقبة طويلة مرة اللي شدنا من هذول الأشخاص أربع أشخاص معهم نفس السيارة وبنفس العمر اللي انطلبت لنا أن نحن نراقبهم عليه يا ثلاثي يبشر ويصار معك يالي يصار معي عمر يالأربع اللي سوينا عنهم بحث والصدق ممكن تقدر أن تبحث عنهم بشكل أعمى هواز بعمر الثلاثين سنة هذا هو الشخص الأول والشخص الثاني ماجد بعمر الأربع وعشرين سنة والشخص الثالث عادل بعمر الواحد وعشرين سنة والشخص الأخير اللي هو مالك بعمر الثنين واربعين سنة قلت لها طيب ليه اخترت الأربعة هذولي قال لي لأن الأربعة هذولي كلهم قد تم القبض عليهم من قبل وفي منهم ناس أخذوا محكوميات فهم الناس المرجحين اللي ممكن أن تبحث عنهم قلتنا خلاص رسلي معلوماتهم كلهم على الجوال المهم جماعة خير قفلت الاتصال منه أنا بينما بينكم نفسيتي قفلت مرة فقلت ودي أروح آخذ لي شقة كده سكنية وأبدأ أشتغل فيها وأفكر بأسلوب أكبر وأعمق عشان أعرف وش القضية هذه الغامضة اللي قاعدة تصير معنا وفي صديقة جماعة خير صرت أبحث لي عن بعض الشقة اللي موجودة عندنا وقريبة لمنطقة اللي احنا ساكنين فيها أبغى استعجر لي شقة لمدة شهر أصفي فيها عقلي وأحلل فيها بأسلوب أكبر المهم جماعة خير رحت وشفت هذه الشقة واستعجرتها كانت موجودة في الدور السابع شقة نظيفة مرتبة تكفي شخص واحد بس عبارة عن صالة وغرفة نوم ودورة مياه ومطبخ بسيط قل دخلت للشقة هذه وجبد كل أوراقي وكل أشيائي معاي وروحت شريت لي نفس اللوحة هذه المخصصة المحققين وعلقتها على الجدار وقلت من بكرة رح أبدأ أحلل هذه القضية وفككها بأسلوب دقيق مرة وصدق يا جماعة الخير وصرت أبحث داخل القضايا المخصصة المحققة عبد الله ما لقيت ولا أي شيء في حني الطرق كلها مقفلة بالنسبة لي بقعدت يا جماعة الخير بالساعات أبحث يميني يسار تكفي يا مخي اشتغل بس طلع لي بس معلومة وحدة أبغى استنتج استنتاج واحد مخي مقفل ولا راح يطلع لي أي معلومة قلنم طلعت يا جماعة الخير من شقة قلت خلني بغير جو ممكن تطلع لي أي معلومة ثانية بتوجهت لأحد المحلات القريبة من عند بيتنا قلت بأخذ لي بعض الأغراض وبروح فيها وديها للبيت دخلت البقالة اللي العامل حق البقالة يقول لي عامل البقالة قال لي انت عمر ولا سالم قلنم قال لي انت عمر ولا سالم قلت صح لا يكون لا يكون اللي في عقلي صدق صار لو هذا اللي صار أقسم بالله العظيم مشكلة كبيرة وأطلع من عنده مباشرة وارجع للشقة وصرت أبحث يا جماعة الخير وصرت أبحث يا جماعة الخير عن قضايا مشتركة صارت بيني وبين المحقق عبدالله يعني قضايا أنا اشتغلت فيها أنا ومحقق عبدالله سوى وصير أبحث وصير أبحث 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 لين يا جماعة الخير طحت على أخطر سبع قضايا صارت معنا إحنا واشتغلنا فيها والجرايد سجلت أسماءنا فيها وكانت القضايا هذه فيها تلاعب كبير مرة والناس اللي متلاعبين هذول يقدرنا نسجنهم ونصفر كل المبالغ البنكية اللي دخلت في حساباتهم واتصل يجمعت خير على القسم المخصص للبحث في المعلومات فيه إرشيف كامل مسجلة فيه كل القضايا واتصل على الرجال هناك قلت لأسمع القضية اللي رقمها كذا والقضية اللي رقمها كذا والقضية اللي رقمها كذا صرت عدد له سبع قضايا مرت علي أنا والمحقق عبدالله قلت تعلمني هل الناس هذول يباقين في السجن لحد الآن أو لا اللي يقول لي حق الإرشيف عمر حظوري كلهم محكمياتهم باقي عليها ممكن ثمان سنوات أو تسع سنوات وفي مستحيل انهم طلعهم السجن قلت لأ الله يعطيك العافية وقفلت اتصلت على طول بعدها يجمعت خير على الضابط خالد السلام عليكم كيف حالك طيب إن شاء الله ضابط خالد اسمعني الأربع أشخاص اللي عطيتني أسماءهم فواز عادل ماجد مالك وشي القضايا اللي يتعرضوا لها قال لي مالك وماجد وعادل قضايا مخصصة بالاحتيال المالي وفواز قضية مخصصة لترويج المخدرات قلت له طيب تقدر تزودني بأسماءهم كاملة وصدق يا جماعة الخير الضابط خالد أرسلي أسماء الأشخاص هذولي بالكامل وأكلم برضو حقين الإرشيف اللي صارت معهم القضايا اللي قبل قلت عطني أسماء المتهمين بالكامل إلا يا جماعة الخير اللي لاحظته إن الأربعة لأرسلي إياهم الضابط خالد اللي كنا نبحث عنهم بخصوص السيارة البيضة اللي كانت واقفة في المحطة فيه شخص اسمه فواز الشخص هذا بعمر الثلاثين سنة تمام؟ أبغاكم تركزون معاي زين الآن راح نروح لمرحلة الثانية والسبعة أشخاص اللي أنا والضابط عبدالله حققنا في قضاياهم وقدرنا إنه نحن نسجنهم في واحد منهم أخو فواز هذا يقول محقق عمر بيني وبينكم رابطت معاي حبال القضية فعرفتم فواز يبغي يسوي عملية الانتقام هذه مني أنا وعبدالله فأكيد إنه قتل أخوي بسبب التشابه العالي اللي بيني وبينه يعتقد إنه قتلني الممي يا جماعة الخير يقول عمر يقول عمر عالة طول اتصلت على الشرطة من جديد وقلت له مسمعه الشخص اللي اسمه فواز أبغاكم تجيبونا لقسم التحقيقات في أقرب وقت وترسلول له الآن رسالة الاستدعاء اللي يقول لي الضابط خالد ليه وش السالف يا عمر يتلجبه وبإذن الله راح تعرف كل شي صدق يا جماعة الخير أرسلوله رسالة الاستدعاء إنه يجي للمركز حقنا جاء هذا اللي اسمه فواز ودخل جوه مكتب التحقيقات لحد الآن ما يشوفني أنا أشوفه من برة ولكن هو ما يشوف اللي برة قتل أخوياي اللي موجودين عندي قتلنا راح أدخل عليه وبغاكم تسجلون كل الملاحظات من لحظة الدخولي عليه وشغلوا الكاميرا لجوه الغرفة خلها تسجل كاميرا وصوت الممي يقول عمر يا جماعة الخير فتحت الباب ودخلت على فواز هذا أول ما شافني ارتبك يا جماعة الخير وصار يناظرني بنظرة مستغرب ووجه يا جماعة الخير وثم نشف بشكل كبير بان عليه الارتباك بشكل مبالغ فيه يقول عمر هنا أنا استنتجت إنه كان يعتقد إني أنا ميت وهو ما يدري إن أخوي التوأم وهو اللي مات لأن في لحظة موت أخوي إنشرف الجرايد إن فيه شخص انتهى به المطاف في أحد المناطق السحراوية ومات يعتقد اللي مات هذا وهو أنا ودخلت عليه وقلت له مرحبا يا فواز كيف حالك طيب إلا يرده ومرتبك أنا وبخير الحمد لله الحمد لله يقوله وبدأت معاه عملية التحقيق ولكن عملية التحقيق هذيك كانت حالة استثنائية في عملية التحقيق قلت له اسمعني يا فواز معروف دايما المجرم حول العالم لازم نلقي عليها القفض ونعاقب على الشي اللي سواه لأن المجرم ما يدري وش المخاطر اللي تصير بعد عملية إجرامه هذي ممكن يصرق وما يكون عنده أي عملية تأنيب للضمير جواه وممكن يقتل برضه ولا حرفيا يهتز عنده طرفة عين إحنا شغلتنا في هذه الدولة أن إحنا نحميها ونحميها من الناس المجرمين فواز بيني وبينك عليك تهمة كبيرة مرة وأنا اليوم ما جبتك للتحقيق قد ما إني جبتك عشان تشوفني أني أنا حي وما من إلا شوي يقول فواز أنا وش دخلني أنت حي ولا ميت ما تفرق معاي قلت العارف أنه ما راح يفرق معاك أي شي ولكن فواز عطني لحظة بس بروح دورة المياه الله يكرمك وبرجع لك تخلك هنا وخذ راحت كلا تتوتر يقول عمر أنا أول ما طلعت وعرفت أن الرجال هذا جريء ومستحيل يعترف وما في أي أدلة ممكن تثبت عليه لنجسمه وشكله ما هو نفس الأشخاص اللي موجودين في الكاميرا حق التصوير اللي كانت موجودة في المحطة الثلاثة أشخاص اللي كانوا عند السيارة البيضة فطلعت برة على طول وكلمت الناس اللي موجودين معاي وأشتغل معهم قلت اسمعوا أبغاكم تحطون قطعة تتبع داخل سيارته وأبغاها بدون ما يحس ابحثوا عن سيارته وحطوا قطعة التتبع هذه فيه وبرضو زيادة أبغاكم تحطون مايك يسجل الصوت داخل السيارة الخاصة فيه قالوني خلاص الآن يجون التقنيين يركبونها بشكل سريع مرة ولكن حاول تقعد معاه ساعة إلى ثلاث ساعات راح نرسلك رسالة مفيدك فيها أن نحن ثبتنا كل أجهزة التعقب داخل سيارته يقول عمر بعد ما سمعت هذا الكلام وارجع من جديد وادخل على فواس اسمعي فواس وأصير أسولف معاه وطير الوقت وأسأل يمين وأسأل يسار وين كنت فيه ليلة الحادثة وين رأت وين جيت وصرت أقول لأني أعرف أني أنا كنت قابض على أخوك أنا والمحقق عبد الله وأعرف كل العمليات اللي تبغون تسوونها ولكن بيني وبينك أنت شخص عمرا في الثلاثين حرام أنك تفقد حياتك في بداية عمرك إذا عندك أي أدلة أتمنى أنك تفيدنا فيها يقول الرجال مستحيل يعترف قلت مالي إلا أسوي فيه شيء واحد أخرى زيادة عشان ما يحس أني إحنا قاعدين نسوي شيء برا صرت أستفزة بالكلام لين الجماعة الخير ما مد يده علي أول ما مد يده علي على طول ناديت الشرطي وقلت خذ ووده للحبس وخلى في الحبس يخيس لين ما أقول لك ويطلع طبعا العسكري اللي برا فاهم الموضوع بالكامل من هذا الشيء أننا إحنا دايما نسويه عشان ما يحس الشخص المتهم اللي جوه أن إحنا قاعدين نبحث ورا وخليت يا جماعة الخير ينطق في الحبس لين مع الليموني الفريق التقني أنهم ثبتوا كل أدوات التعقب داخل سيارته قالوا أن إحنا ثبتنا مايك وثبتنا قطعة جي بي اس تحدد الموقع بالكامل وكل شيء موجود بعدها يا جماعة الخير رحت ودخلت عليه في الحبس وقلت لا اسمعي فواز أنا والله ما في أي شيء ماسكة عليك ولكن رح إن شاء الله وعدك غريب وربي ما راح يضيع حق عبده وطلع يا جماعة الخير فواز من عندي ومشى بالسيارة أول ما طلع على طور رحت للفريق التقني وصرت أجلس معه أبغى أشوف كل كلمة كان يقولها والاتصالات اللي قاعدة تصير داخل السيارة ولوحظنا يا جماعة الخير تحركاتها من بعد ما طلع للقسم راح للبيت وما سوى أي عملية اتصال أو أي محاورة لقطها نفس السنسر اللي موجود داخل السيارة بعد ما جلس في البيت كده حدود ربع ساعة إلا هو طلع يا جماعة الخير شغل سيارته وراح مر واحد من أخويه وكل شي باين قدامنا في النظام بعد ما مر كده بخمس دقايق إلا يقول فواز الخوية أسمح اليوم استدعوني الشرطة ويحققوا معاي بخصوص موضوع الرجال ذاك اللي مات في البر تذكر اليوم وقفناه عند المحطة وكنا نبغى نطعنه وهرب مننا ومات في البر يقول تخيل اليوم أني قابلت شخص يشبه له وتوقع أن هذا أخوه التوأم والشخص اللي مات مو هو اللي كنا إحنا نبغاه اللي الرجال اللي جنبه قول له متأكد يا أخي كله من بندر وهو اللي قال لنا هذي سيارته وإحنا لحقناه عشان نقتله أيوا هنا المحقق عمر بدأ يعرف من الشخص اللي ورا قتل أخوه وعرف أنهم كانوا مخططين عليه ومراقبين سيارته وفي ذاك اليوم وهو أصلا عطى سيارته أخوه سالم يوم طلع بالسيارة اعترضوه ليه مضاعف البر ومات مباشرة من أول ما سمعت هذا الكلام حلمت الجهات الأمنية المعنية في ذلك قلت لهم أبغاكم تلاحقون هذه السيارة وفي عمريها تقبل ممكن تكون قريبة خلوكم متأهبين وجاهزين شوية يا جماعة الخير اللي يمرون شخص معاهم ثاني ويقول لفواز نفس السالفة اللي قال لها الخوية اللي قداني والشخص هذا الثاني اللي مروه وهو بندر كان لفواز السالفة اللي يقول بندر أما متأكد أجل لازم نقتله عشان ننفذ كلام أخوك بالكامل يا فواز ولو والله العظيم ما يخلينا مرتاحين الحين عرفنا إن فواز أخوه المسجون وهو لموصيه إنه يذبح عمر ولكن لحد الآن نبغى نعرف هل هم لهم يد أنهم يذبحون المحقق عبدالله أو لا وما جت إلا لحظات إلا فواز يقول يا بوي خلاص قلت لنا الشخص الأول باقي هذا أبغاكم تخلصون عليه في خلال الخمسة أيام هذه المهم لحظاته جماعة الخير إلا وقفت نقطة الاتصال أو نقطة الجي بي اس في منطقة قديمة عند استراحة كبيرة مرة فهنا طلبت من الشرطة أنهم يبدون ويداهمون وروحوا يا جماعة الخير وداهموا المنطقة هذه والمزرعة بالكامل وحصلوا السيارة البيضة اللي كانت واقفة في المحطة ذيك الأيام موجودة داخل المزرعة وداخل الاستراحة هذه فهنا ثبتت يا جماعة الخير القضية عليهم المهم جبنا الثلاثة أشخاص هذول اللي كانوا في السيارة فواز وبندر والشخص الثاني اللي معهم حطوا فواز جمعت خير في قسم التحقيقات ودخلت عليه على طول قلت له فواز أنا قلت لك بإذن الله وعدنك رعيف وجاء الوقت اللي أحاسبك فيه بسألت السؤال من جديد قلت له أنت لك يد لقتل أخوي سالم قال لا ما في أي شيء يثبت أصلا أني أنا قاتل أخوك سالم قلت له طيب والمحقق عبد الله قال برضو حتى المحقق عبد الله قلت له طيب اسمع رج وشغلة يا جماعة الخير التسجيل اللي كان موجود داخل السيارة أنهم كانوا يلاحقون أخوي سالم عند المحطة وليهم ضاع واختفى في البر وبرضو زيادة عليها أنهم اقتلوا المحقق عبد الله كل الكلام حرفيا اللي قالوه داخل السيارة مسجل يقول لفوازي ناظر فيني وصار يا جماعة الخير يضحك على غباءه صار يضحك بطريقة استهتارية وهيستيرية بحته وقال لي إي نعم إحنا اللي قتلناهم كلهم ومثل ما هو عندك في التسجيل تسوي لي تبغاه مع التفرق معاي أي شيء هنا يا جماعة الخير انتهت قصتنا لهذا اليوم قصة اليوم والله العظيم أني على ما أقوله شهيد قصة تعبتني في التفاصيل الدقيقة فيها كلها تفاصيل يا ساتر والله العظيم مرة مرة ضخمة واتمنى والله العظيم يا جماعة الخير أني وفقت في روايتي لهذه القصة ونشوفكم فمان الله يا جماعة الخير في مقطع جديد سلام عليكم